موسيقى موسيقى مساء الخير لكل مشاهدينا وحلقة جديدة من ستاته معرفوش يجدبو على الهواء مباشرة بفكر حضراتكم بأرقام تليفوناتنا 23 23 ومساء الخير للمونة ومساء الخير لأميرة مساء الخير يا أميرة كله ساقعة شويتين شوية شويتين كتير جو مصر حلو جو مصر حلو ما تسمعي من حد بيقولك باريس تحت 0 8 9 17 17 موسيقى 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 الشرق وموسيقى موسيقى موسيقى أجل فلان ده ابن ناس والتاني ابن ايه مش عايزين نقول كلام يقفلولنا الهواء هي نعمل التزجية انتي بتقولي مش ده فلان ده والله ابن ناس ليه طب ماقول فلان ده يعني مفيدة قالت ايه ابن البلد قالت ابن البلد انا احب قوي تعريف ابن البلد ابن البلد ده ممكن يبقى غني او يبقى فقير لكن عنده صفات شخصية طب اميرة لو انا جيت قلتلك لو انا جيت قلتلك انا هاخد اه كلمة ابن ناش انا استفزيت ورفعت حاجب وحاجب سيدة المحاملية انا جيت قلت لحضرتك ابن الناس من وجهة نظرك ايه رفض التصنيف رفض التصنيف خالص طال ملعبش معاكو في ابن الناس مش هتلعبي معنا في ابن الناس خلص خلص انا شايف انها تزكية بصرف النظر ابن الناس من وجهة نظرك هي كلمة حلوة هي كلمة حلوة فيها تزكية للشخص يتقال عليه ابن الناس سواء كان غني فقير حتت بقى ان هو يبقى هي تعلم قدية وهي تعلم تقديية كده لكن ابن الناس يعني ابن اصول متربي اه انا وجهة نظري فكلمة ابن الناس ابن الناس يعني الولد والبنت اللي متربيين كويس مش مهم يبقى غني ومش مهم يبقى فقير مش مهم عنده عربية ومش مهم بيلبس حلوة او وحش يبقى عارف الاصول يبقى عارف الصح والغلط يبقى عارف يكلم الكبير ويكلم الزغير ازاي يبقى بيحترم دينه هو مجموعة من حاجات كتيرة جداً بتطلق عليها سورياً أسفة بيطلق عليها كلمة ابن الناس سمحيلي فضلي فاند اللي عنده أخلاق وكويس ومؤدب وبيراعدينه وكده ده ابن الناس كويس مش شرط يبقى غني مش شرط يبقى غني والتاني ابن مين اللي ما عندهش أخلاق يعني ليه ما بقولش ده عنده أخلاق يبقى مش ابن الناس لا 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 المجتمع للأسف الشديد لا أميرة ثانيا لو اللي مش متربي وما عندهش أخلاق وما عندهش احترام للآخر وما يبقاش ابن أي ابن مش ابن حد خالص ثانيا واحد ابن الناس ما ربوش لا يا خلاص يبقى يبقى في الناس ربوه كلمة ابن الناس محد ذاتها لا تصلوا تعريف للي انتوا بتقولوا انتوا بتحاولوا هذه أعراف بتحاولوا تجيبوا الجملة وتلبسوها معنى حلو المعنى الدارج متعجرف المعنى الدارج اللي المجتمع بيستخدمه يقول فلان ده ابن ناس يعني على رأسه ريشة بالمقارنة بواحد تاني مش على رأسه ريشة طب أنا عايزة أقول لك حاجة بها جايزة ريشة دي تبقى عيلة لقب فلوس بيزنس هو المجتمع المتعجرف بيعرف ابن الناس كده كلمة ابن الناس يا جماعة موجودة يعني عايزين نستفزها يعني بتقول لك كلمة بيئة أنا كتبت عنها في كتب اه بيئة سوري يعني أنا أنا أفخر وأقول أنا أنتمي لبيئتي أنا أنتمي لبيئة مفوضة أنها مش تيمة أنا جاي من بلاد الفلاحين فالبيئة الفلاحي بتاعتي مصدر فخر ليه يوم حد كده ماشي في الشارع مالوش لازمة يقول لك فلان ده بيئة أو فلان ده بلدي وكأن البيئة دي بعلمش حلو البلدي كلمة بلدي حتى يعني أنا ما أقول لك بلدي تقولي أنا بحب بلدي يوم هم يستخدموا الألفاظ التي تعبر عن الوطن والحميمية باعتبارها شتاين هنا مش البلدي ده بلدي ده بلدي وده على رسوليشة وخواجة ولابس بلدي أنا عايز أقول لكم حاجة بقى إن كلمة ابن ناس دي مش موجودة من دلوقتي كلمة ابن ناس دي موجودة من أيام المماليك كانت بيطلق على ولاد المماليك لأنهم كانوا أكثر ثقافة وكانوا بيدرسوا الشاعر والموسيقى وما كانش ليهم أي علاقة بالناس لما تدهر بيهم الحال قرروا أنهم ينزلوا يحتكوا بالشارع فبالتالي كده سموهم ولاد الناس اللي جار عليهم الزمن شفتي شفتي التعجرف كانوا فوق طب ما هذي حقيقة اهو ابتدت أنا بقولك تاريخ الكلمة متعجل لا يا أميرة أنا بقولك مع تاريخ الكلمة من المماليك جي عهد محمد علي بقى وبرضو في مجموعة ولاد الناس مين هم ولاد الناس في عهد محمد علي قالوا لك الناس اللي هم عندهم فلوس طب أولاد الشعب أنا بقولك أنا بحكي لك تاريخ الكلمة مش عجبني التاريخ ده مفيدة مستفزين ما ترشت غيري مقدرش غيري بس يعني ده شيء متعجرف جدا ما فيه يعني ماشي وأولاد الناس أولاد محمد علي اللي معاهم فلوس طب أولاد الشعب الغلابة اللي ماشيين أه أه أنا 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 مش ضد كلامك مع كلامك أنا عايز أقولك أن كلمة أولاد ناس مابتدوش من القرن العشرين لأ ده كانت من أيام المماليك وبتطلق على الناس مختلفين وكان معناها حلو النهاردة ممكن تلاقي حد فقير من أحياء بسيطة جدا ولكن النهاردة ما شاء الله الألفاز انت شايفة إيه أنا شايفة إخناقة وأولا جاية بين ميكروباس وعربية حاجة مش معقولة يعني قول كان ابن البلد الشاهم الجدع اللي بتقولي عليه ابن الطبقة البسيطة الجميلة الجدع ما يقولش ألفاز وحشا ما يقولش الألفاز المسمعها دلوقتي بيحترم الكبير وبيرحم الصغير مفيش ده خالص على فكرة دلوقتي دلوقتي للأسف بقالنا فترة كده حتى قالك إيه وانتو بتزعلهم الألفاز ليه ما احنا كلنا بنقول ألفاز لا لا يعني أنا مش موافقة إنما أصلي أقولك إن الدنيا معاييرها تلخبط ممكن أقول أجمل تعبيب بحبوا لابن الناس بحب قوي الجملة بتاع تعادل الإمام لما قال أنا ابن ناس مبسوطين فقالوا له يعني إيه معاهم فلوس كتير قال لهم لأ يعني بيتحكوا كتير أنا كمان بنت ناس مبسوطين طولوا نار يتحكوا كتير أنا بحب جملة عادل الإمام أنا أنا يعني أنت أنا بحترم وجد نظر عارفك إحنا هنا لكينا تناقش مش نختلف هي لها وجهة نظر في حتة التعبير عن كلمة ابن ناس هي مش عايزة إن إحنا نميز بين الإنسان والآخر كلنا أولاد ناس وكلنا متربي سميني سكرندراني قال لك وإخواتي تلبس وتأكل أيوة يا رقب أطوبة في جدار ما فيه ابن ناس أنا بختلف مع أمير على رأسه ريشة أنا بختلف معك أنا بشوف أيوة طبقيين لا خلص والله أنا بختلف مع إن كلمة ابن ناس مش مهم يبقى غني ومش مهم يبقى فقير مهم يبقى متربي كويس يبقى أقول عنده أخلاق عنده أخلاقه وثقافته تبقى مختلفة بس الكلمة دي موجودة عندنا في مجتمعنا يعني سواء أنا وإنتي اختلفنا أو اتفقنا كلمة بقت موجودة في مجتمعنا وبقت تسمعيها على لسان كل واحد عريسي يتأدف جز بنتي أنا عارفة جز بنتي ابن ناس قوي عنده العربية وعلى كل ناس بكل ناس أنا بتهالي هي ترجع للأداء ابن ناس قوي زيب تقولي ابن ناس قوي وكتف بقى كده يشتغل ابن ناس طيب محترم هي الأداء يفعل أول مؤدب أول جدع أول ابن بلده محترم وخلافي مش معاكي خلافي مع المنظومة الفكرية اللي أفرزت هذا التمييز طيب ابن ناس وابن ناس مين هيناقش معنا موضوع اللي احنا فتحينه النهاردة يعني مين هو ابن الناس النهاردة ضيفنا أعتقد مونة هتقولينا مين معنا ضيفنا الإعلامي والسيناريست أستاذ محمد الناصر وكمان الدكتورة أولفة علام أخصائية علم النفس والمستشار بالأمم المتحدة أستاذ أميرة تقدر مونة هتلتقي مع حقا مونة هتلتقي مع الدكتورة رانيا ماهر أستاذ الأمراض الجلدية وعضم الأكاديمية الدولية للطب التجميلي مونة كانت معانا قبل كده مشكلة هينقشوا جفاف البشرة ومشاكل الشعر فالبنات بقى والستات تقعد وتمسك ورع وقلم نتجهز الأسئلة موضوع جفاف البشرة ومشاكل الشعر دي كان فيه أصدقاء كلينا كتير جدا على الفيسبوك طالبين حلقة زي كده مونة بيساق فس اتبع السابون والمية الساعة والشامبوهات بتوقع الشعر ولا لأ والمية المعية عارفها المية المعية اللي هي المية الملحة اللي بتبقى في الترنبة في الفلاحين بتوقع الشعر ولا ما بتوقع لا وكمان وليه 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 في الشتاء بيئة 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 ماشي الفتاتب عرفوش تبوخوا معنا نهاردة نوها من القاهرة هتعمل لنا حمام مشوي مش محشي حمام مشوي ورز بالخالطة بس الأول أنا عايز أقول حضراتكم على سؤال الفيسبوك السؤال بتاع الحلقة نهاردة ليه علاقة بموضوع الحلقة وبيقول هل تعتقد أن ثقافة المظهر هي الأكثر شيوعا في المجتمع المصري الآن هل تعتقد أن ثقافة المظاهر هي الأكثر شيوعا في المجتمع المصري الآن وانا أحط أو الفوت نعم أو يعني من ضمن الفوت نعم للأسف مصر فقدت النهاردة الكاتب والرائع المبدع البعتبر من الزرافاء أكيد يعني أستاذ جلال عامر وإحنا شعرفنا هنا كالستات ما عرفوش يكتبو في سي بي سي بي سي باللقاء أكتر من مرة الحقيقة يعني الله يرحمه وتغمده برحمته وعزقنا لأسرته جميعا هذا الرجل الجميل يعني إحنا بجد استنتعنا لما كان موجود معنا وأضف لنا وجوده معنا كان إضافة غير طبيعية أثرى الحوار بتاعنا وفهمنا حياة كتيرة جدا برا الكاميرا وقدام الكاميرا فرحه الله طبعا الأستاذ الكاتب الصحفي الساخر جلال عامر كان بجد من حبايب مصر أصل مصر دي لها ناس بتحبه بالضبط فهو كان من حبايب مصر لأنه هو كان شايل مصر في قلبه وماشي اللي ما يعرفش الأستاذ جلال عامر ربنا يرحمه كان محارب كان مقاتل شارك في حرب أكتوبر في حرب 73 شارك في تحرير الأنطارة شرق وعندما ترك سلاحه في الميدان أمسك سلاحا آخر وهو سلاح القلم وأخذ يحارب به على كل الجبهات دفاعا عن مصر الجميلة التي يحبها مصر النهاردة فقدت واحد من حبايبها للأسف غيابه بيوجعنا جدا لكن زي ما كل الناس قالت على الفيسبوك يا جماعة أحسن تكريم وتخليد لجلال عامر أن كل جمله اللي كان بيكتبها على تويتر وفي الجرائد وفي الفيسبوك اكتبوها على الحيطة عشان ما ننساش واحد من حبايب مصر ساب كلامه معنا ورحل إلى العالم الأجمل اسمحونا النهاردة أن احنا نقدم لحضراتكم مجموعة من اللقاطات اللي هو كان فيها موجود معنا في برنامجنا السيتات ما عرفوش يكتبه عايز أقول لكم أصعب حاجة بتقابل الإعلاميين أو الموزيعين بشكل برنامج أنه يكونوا بيعزوا حد جداً ويكون هو كان ضيف عليهم في برنامجهم وهذا الرجل يتوفق أو هذه يعني شخصية زكاة توفق لما كان معنا كان بجد بينشر البهجة يعني في أحلك الظروفة هو هناك أشد القضايا السياسية وعمقها كان رجل مبهج وكذا بقول من حبايب مصر بالضبط تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده وبعد كده نلتقي بديوفنا وديوف حلقتنا نارضة في عقبة كبيرة قدام سريان الديمقراطية في مجتمعنا عندنا روح القبيلة البيت والأسرة قبيلة النقابة قبيلة الحزب يقام على الأساس قبيلة الشغلانة كلها واخدى شكل القبائل لا يزال شيخ القبيلة عايش جوانا لا نزالنا انتمل بعض ليس على أساس فكري ولكن على أساس بيولوجي أو على أساس قبائلي الروح دي طول ما منتشرة في المجتمع طول ما واحد مسيحي يتخانق مع واحد مسلم يجري دول يجيبه أنصاره دول يجيبه أنصاره بينما الصحة أن تكون التوزيع على أساس من معه الحق بالنظر عن دينه طول ما عندنا روح هذه القبيلة سوف تقف عائقا كبيرا ولا تزال عندنا قبائل فعلية في الجنوب والشرق والغرب ولا يزال عندنا اللي ما فيهوش قبائل المدن تعيش القبيلة داخلنا الديمقراطية بنيت على طبقات طبقات أفقية طبقة الوسطى من يعبرها عنها طبقة العليا من يعبر عنها هذه الطبقات عندنا لم تتحدد بعد احنا مقسمين بالطول ليه مسلم ومسيحي أو مقسمين بالقطعة كل دول قضاء ولاد قضاء زراعة سناعة رجال عمال دول أساس جامعة ولاد أساس يمقسمين بالقطعة يمقسمين بالطول لكن بالعرض المجتمع الإنجليزي والأوروبي وغيره ولم تظهر فيه الديمقراطية التي تحدث عنها أرسط قبل ألف سنة قبل ألف سنة من ساعة تربية الديمقراطية إلا إمتى لما تحددت الطبقات أحد المعاوقات المهمة لم تتحدد عندنا الطبقات تلاقيه ستباكي النهاردة وتاني يوم ضرب له ضربة نط فوق بقى في الأوروستقراط وأخوه ما عرفش عمل إيه أو أدمن إيه رح سائط من فوق رح نازل تاعة والولاد في مدرسة واحدة كمان المفترض أن الحراكي الاجتماعي من تحت الفوق مش بالأسانسير بسلم هو سلم الرقي والتعليم أتنقل من سنة أولى لسنة تانية بجهدي وعرقي لكن طول ما الطبقات ميعة ليس هناك من يعبر عنها وبالتالي ليس هناك فرق للدوري وبالتالي ليس هناك ديمقراطية يبقى الروح القبيلة وعدم تحديد الطبقات هل عندما الإنسان يحقق حلمه يتوقف أم يحلم حلما جديدا يعني دي إشكالية يعني هل أحلامنا على التوالي بحيث نخلص من واحد نخش في التاني وهكذا ولا عندما يتحقق الحلم بيبقى ده حلم الحياة الوحيد مثل بيضة الديك وينتهي الأمور أنا أحب الإنسان يحلم وبعدين ياخد استراحة محارب وبعدين يحلم بحلم جديد يكون أكبر من الحلم الايه الأولاني استراحة محارب آه آما آما ليه لأن الإنسان عبالما يحقق حلمه بيقاتل وبيحارب مع الظروف دهية اللي إحنا عايشينها يعني أصلا أنا زاهد ليه زاهد في الحياة ليه برد حلم إن أنا أبقى زاهد وتحرر من الجسد والروح تسموا والحاجات دي الحاجات دي بتفرق؟ ما هو فيه ناس عايزة أخش الجنة وناس عايزة أخش المجلس أنا عايزة أخش الجنة والله مين هو ابن الناس؟ هل من حقي الناس أل السؤال ده ولا هل هو سؤال طبقي زي وجهة نظر أميرة اللي إحنا محتاجين إحنا نتناقش فيها اسمحونا حلقتنا النهاردة ديوفنا المنواريننا معانا الإعلامي والسيناريستة لأستاذ محمد ناصر معانا الدكتورة ألفة تعلام إخصائية علم النفس والمستشار بالأمم المتحدة نورتونا وأهلا وسهلا بحضر أهلا بيكم يعني أنا اختصرت كل الكلام لأن إحنا والناف الأول فاسمحونا الأول قبل أن نبتدي أي حوار إن إحنا ناخد ونسمع رأي الناس مين هو ابن الناس؟ من وجهة نظر الناس؟ إيه رأيكم؟ نروح نشوف تقرير ده عن مين هو ابن الناس من ناحية أو من وجهة نظر الناس مشاهدينا الناس ونرجع لحظة يعني إيه ابن الناس؟ وإمتى بنحكم على الشخص إن هو ابن الناس؟ أو مش ابن الناس؟ ابن الناس يعني حد متربي كويس طلع من علاة كويسة عارف يعني إيه أدب أخلاق يعني حد كده فيه كل حاجة كويسة الناس عندهم أخلاق عندهم أصول بتقالها مش بالشكل بتقالها عند أي واحد بتتصرفه وبأخلاقه وبتعامله مع الناس ابن الناس محترمين ابن الناس كويسين ليهم شأن في المجتمع غير ابن الناس غير ابن الناس بتحس إن انت عايزة تشتمي مع البقى فيه ناس أقولك ابن الناس ده اللي هو غني ابن الناس ده اللي هو الطبقة عالية لكن هي على أقل من وجهة نظرنا ابن الناس ده اللي هو المتربي يعني لما منشوف إنسان محترم نقوله أنت ابن الناس كويسة أو أنت متربي فأنت نقوله أنت ابن الناس ابن الناس جاي من التربية والأخلاق وده المفروض علينا كلنا كلنا أولاد ناس مش حد مش ابن الناس بس بترجع له البصور في حاجة اسمه مبدأ هو ده ممكن تقوله عليه ابن الناس من تصرفاته سواء فقير أو غنى أو شاحات أو أي حاجة من تصرفاته هو بيتقال عليه ابن الناس إنسان كويس متربي كده فبيتقال عليه ابن الناس على أساس أنه متربي يعني ابن الناس يعني لأ ناس يربوه لكن التاني بيقى ضايع بنرجع لحضراتكم عشان نحاول نحل اللبس ده ممكن نقول ابن الناس ولا نقول ابن الناس عرفوا يربوه احتمال يغير وجهة النظر ابن الناس متربي نقصة كلب الزرعة ألفت هو في حد ابن الناس وحد مش ابن الناس طيب مبدئيا بس خلينا نتفق يعني زي ما حضراتكم كنت بتكلموا في المقدمة أنه حكاية مصطلح ابن الناس دي أنا يعني مصطلح عنصري تماما وهو يمكن وصم لأنه احنا كلنا من فصيل الإنسان يعني كلنا ناس يعني لما أقول على ده ابن الناس يبقى البقيين ولاد ايه بس بمناسبة الإنسان أو البني آدم احنا بنقول ده بني آدم على حد كويس أو ده بيش بني آدم خالص يعني مش وقد الصفة بس هي بس هي يمكن تبقى مصطلح ثقافي أكتر يعني متداول ثقافيا للتعبير عن الكنايات كتير قوي يعني أو بعبر بيها عن مقصود أشياء كتير لكن أنا متصورة أنه تعريف التعريف أن أعرف حد يعني عم أقول ده على ده أعرفه بابن الناس لا ده ده يعني مجالها واسع فيها تمييز فيها تمييز مبدئيا ومجالها كمان واسع قوي يعني هقول على ده هقول على بني آدم ده قد إيه أنه هو قادر أنه يبقى شخص محترم مبدئي يعني في حاجات تانية كتير قوي أنا ممكن أقول عليها يعني بن قصين عشان يعني أعرف أنه ابن الناس لكن جملة ابن الناس في حد ذاتها هي يعني أو مفردة ابن الناس في حد ذاتها هي فيها تمييز هي فيها بعمل فواصل إيه عجرافة فيها طبقية فيها إيه فيها تعالي طبعا فيها تعالي شديد جدا زي ما يكون أنا اللي حكمت على مين ابن الناس ومين مش ابن الناس يعني فيها حكم يعني مسبق من وجهة نظر خاصة جدا أنا زي ما شفنا التقرير فيه ناس شايفة أن الناس ده حد متربي هو ده المعايير اللي حطوها للناس من معايير تربوية فيه ناس قالوا لأ حد غني حد معافلو حد عنده أصل أكتر من أنه عائلة كويسة يعني فيه تعريفات كتير قوي الناس عبرت بيها عن مفهومها عن ابن الناس ولكن هو مفهوم ثقافي تمييزي وبيحط فواصل بين الناس وبيحط معاني أكتر من أنه يعني معبر قوي عن حكاية مين مين ابن الناس يعني أستاذ محمد حضرتك كلنا على كل المستويات وكل الطبقات بنقول المصطلح ده في رأي حضرتك أنا في رأيي هو كود يعني إيه كود كود يعني أنت بدل ما أنا أعرفك أقولك تعرفي صلاح فبدل ما أنا أتوهك في صلاح في وسط مختلف الطبقات فأقولك هو ده ابن الناس بس هو المقابل بتاعه مش إنه من طبقة سوري واطية إنه مقابل بتاعه عرباجي يعني المضاد بتاعه يعني يقول إما ابن الناس أو عرباجي ما بيفترض أنه مش ابن الناس يعني إذن إذن المجتمع عامل تمييزه عامل مجموعة من البشر مسميهم أولاد الناس وعامل مجموعة أخرى مسميهم العرباجي وكأن العرباجي ليس ابن الناس بمعنى أنه تجتمع فيه النواقص شفتي الرجل الطيب اللي في التقرير ده قبل الأخير اللي قال غاني أو فقير بس يكون عنده مبدأ بالزبط لا بس إحنا بكلمنا على أخلاق على أخلاق على أخلاق يعني بكلم على طريق التعامل يعني حضرتك تختلف معايا فاختلف بطريقة إما توديني في مصاف أولاد الناس أو تخليني عرباجي لكن مش فكرة إنه غاني أو فقير مش طبقة يعني أنا ده اللي شفت في الشهر فيه ترمز للمحترم آه يعني الأخلاق بس هي يعني هي مفردة وصمية جدا يعني هي بتوصم لا ومنخط قصدها كمان وصمة العرباجي العرباجي بأنا بوصمه على إنه بزبط يعني أنا بوصمه على إنه طب يا جماعة مودي الشهر يعني عمله إيه طيب أيوة ما إحنا يعني هيا هنا سؤال هو مش إحنا الغلطانين بالزبط بدا الشهر هو إحنا إحنا جينا إحنا لقينا إن كلمة ابن الناس بقت موجودة ابتدينا إحنا كمجتمع نستعملها ونصنف بيها ما نميز بيها نصنف بيها الشخص اللي عنده أخلاق ومحترم وبيعرف يعامل الكبير والزغير زي ما نقولت في المقدمة الوجد نظر حضرتك إنه إنك مش عايزة كلمة دي إحنا لأ ما تصنفوش البناء أدمين كلهم ما تقولوش عليهم أولاد ناس لإن كلنا أولاد سبعة زي نقول أو كلنا أولاد آدم يعني إحنا مش بريات يعني إحنا كلنا منبج الإنسان خلينا ناخد خلينا الكلمة دي الكلمة دي ناخدها من طريق تاني إحنا مش بنميز بيها البناء آدم إحنا عايزين نميز الأخلاق بتاعت البناء آدم أي طيب أنا بس عايز أقولك على أقول حاجة صغيرة بس ليه ما تعتبرها مكافأة؟ أيوة بالزبط أيوة بالزبط مكافأة أو يعني فضيلة حكافة نين هي الفكرة بس إن أنا 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 اللي بيهمني في الحاجات دي أوي في المصطلحات الثقافية اللي جزرها بتبقى مرجعية ثقافية أكتر من إنها آآ ليها خلفية علمية يعني إنه للأسف المفاهيم بتبقى مغلوطة للأسف زي ما إحنا شوفنا كده ما فيش حاجة محددة أعرف بيها لا بس هم كلهم أجمعوا أن المتربي المتربي في خمسة قالوا متربي المتربي بس قالوا طالع من عائلة كويسة أو ابن ناس محترمين كويسين ليهم شأن في المجتمع يعني قصدي بس إحنا هي الفكرة بس إن المفردات دي بتبقى بتحمل في طياتها آآ مفاهيم مغلوطة كتير اللي هو زي ما يكون لو واحد بيشتغل شغلانة بسيطة فده مش ابن ناس لو أنا زبال يعني لو حد بيشتغل كالناس في الشارع أنا مش هعتبره لا ما بيعتبروش ابن ناس للأسف طبعا رغم إن في واحد تلع حال كلنا أولاد ناس لكن هذا المجتمع اللي بيصنف بيعتبر إنه أولاد الناس ليهم صفات طبقية وبيعتبر كمان يا عميلة يعني الأمر فيه طبقية سيد محمد مختلف معنا لا لا مش طبقية عشان ما نخرجش ده أنا أقول لك إيه ده ساعات بقى أقول لك ده أنا أعمل لك وبايت شاي بنت ناس كده مش طبقية يا جماعة دي جودة أنا معك أو محتربة ده آآ يعني أعمل لك أكلة بنت ناس أو نقعد قاعدة بنت ناس نتكلم يعني الفكرة بقيتش طبقة لا إنا ما كلم من ناس وباقي نقول لك على حاجة يا بست موفيدة الشعب هينتج مصطلحات زي معايز وشان ما زي معايز وإحنا نقعد بقى نغني نقعد نقول ده ما ينفعش يتقل المصطلح ده هو بينتجه لحاكته طبيعية لحتياجاته أبا إزدكنا علينا علينا نواجه هذا أميرا مش بتتخذ كمان على الفقير بس عشان ما أنا من ضيعش حقه بتتخذ على بعد الانفتاح النهاردة المدارس الأجنبي كلها الولاد المتعلمين اللي معهم مشاعات عربيات وكده بيطلعوا أخلاقهم مش كويس لكن معتدرين من أولاد نفسه أيوة يبقى فيما 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 قلوق مثلا راجل مشهور وأنا بشوف ده في شغلي كتير جدا وابنه بيوديه جماعات من جماعات الخاصة اللي هي مش مهمة غير يحضر الامتحان وينجح ويبقى معاه عربية شيك جدا وينجح معاه شهادة ويبقى بيتوظفه بتاعه في الآخر وانت شايفاه في الشارع هتشوفي أنه هو متصطدر طيب بس زي مينا فاكرة مصطلح اللي كان يتقال زمان ولاد زوات طيب مش فاكرة بس ولاد زوات مختلف عن ده اللي طبق لي طبق لا أنا مش قصدي هو هو صح أنا بس هم بفكركم بفاكرة مصطلح طبق طبق ولاد زوات أيوة بس أنا بفكرة جميل بس ده زمان كان يتقال ولاد زوات آه وفيه تانية ابن أصول آه خلاص اللي من أصل أو من تانية طب ممكن يعني نفرمل الكلام شوية في حاجة مهمة جدا اللي هي علاقة بالعلم نفس النمو في إن الواحد يعني فيه مسلس أو فيه هرم مشهور جدا بتاع مصر اللي قالك الاحتياجات الإنسانية وقال إنه أول احتياج للبناء أدمين اللي هو الاحتياج بتاع المية والشرب والهوى والتنافس وهي الاحتياجات البيولوجية الفيسيولوجية العادية خاص وإحنا دي بقى اللي إحنا عايزين نعرف بقى القمة الهرم هتبقى فيه بعد شوية أنا حقولها بسرعة جدا عشان نعرف إحنا في الآخر الحكاية ممكن نبقى شايفين المتربي ده اللي هو أو يعني اللي إحنا عايزين مختلفين قوي في المصطلح بتاعه من الناس مش إحنا المجتمع أو المرجعية المجتمعية بتاعتنا يعني اللي إحنا بنرجع لها بعد شوية لا بيبقى عنده احتياج للمسكن والمرحلة التانية عايز بيت وعايز عمل وعايز إحساس بالأمان حاجات ورعاية صحية المرحلة اللي بعدها بيبقى عايز علاقات اجتماعية وصداقة وانتماءات بعد كده التقدير الزات اللي هي يبقى الواحد حاسة أنه بينجز وبعد كده يبقى عنده القدرة على العطاء طيب إحنا لو عندنا 40% من البناء أدمين اللي عايشين معاهم تحت خط الفقر اللي إحنا لسه المربعين الأولانيين متحققوش وحاجة وعايشين في المية المتوسط الحالة المتوسطة طيب أنا تقعد في النص أو أنا ليس أعلك كدس معي يعني أنا قصدي أقول إن إحنا دلوقتي عشان نحط معيار لحكاية أولاد الناس لو أنا عايز أقول إنه الواحد علشان يبقى عنده قدرة من العطاء والابتكار ويبقى شكله كده يعني ده التكوين النفسي الصحي بتاعه اللي هو مر بالمراحل أو بالإحتياجات الإنسانية حصل على المراتب الأولى في الهارم بالضبط اللي هو بقى عنده قدرة على العطاء والابتكار والحل المشاكل وارد آه يعني إذا أصدق تقولي يا دكتورة إنه إزاي يبقى فيه 40% من الشعب المصري تحت حد الفقر ويبطلبي منه إنه هو يلبس ويتكلم ويتعلم بنفس مستوى المجموعة الزوارة اللي تعلمت ده على أساس إنه الفارق إنه ابن الناس ده اللي هو الغني ما أيوة هنا انت باخت يا طبقية لا 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 أنا بقول هي طبقية لا لا مش طبقية لا يا عزيزة لا أنا عايزة ترجم بس اللي أنا قلته عشان ما يتفهمش غلط ده مهم جدا أنا ما قلتش إنه طبقية أقول إنه فيه احتياجات إنسانية ضرورية جدا أنا لازم الأول يعني أديها للبناء أدمين عشان أقدر بعد كده أقول هو البناء أدم ده بقى فعلا آه قادر إنه هو يبقى على قدر من اللي إحنا سمناه تربية أخلاق لا ده فيه احتياجات أساسية زي ما تكون بابني بيت بحط أساس اللي هرم آه وبعدين بعمل حاجات تانية ده عشان أقدر أقول بعد شوية عشان أعرف البناء أدمين دول يعني ما مقدرش أقول إنه واحد ابن ناس عشان أبوه علمه تعليم معه إرشين بزبط أو راكب عربية أو لابس بدلة أو حق برفيق بزبط لكن أنا لازم الأول بزبط لكن أنا ملتفين يا دكتورة مش إحنا ملتفين إنه هو مش طبق يطلع طبق أنا عايزة أسأل سؤال تاني والسؤال ده هيبقى مواجهة للأستاذ محمد أستاذ محمد السنة المصرية أنا أعتقد إن أنا اسمح لي إن أديها اللوم أو ألقي عليها اللوم في حتة إن هي عمت لنا البلبلة في الرأيي طلعت دايماً ابن الناس هو الارستقراطي الغني وابن البلد هو اللي جاي من المنطقة الفقيرة اللي مش متعلم نفس التعليم ده فأصبح عندنا في المجتمع المصري وإحنا نتفرج على أفلامنا إحنا عارفين خلاص حاجة زي دخل ده ابني ناس لأنه الحارة المصرية ليه في الحارة المصرية يقول ابني ناس طيبين ابني ناس طيبين شفتي بقى رايبين هنأتفرج على السنة وانا أنا مرحلة السيناء عامتها كده في الاربعينات مثلاً لا في الاربعينات على العكس كانت السيناء بتحارب البشاوات أو هلاش في الاربعينات يبينوا الطبع للحارة المصرية يعني بص حضرتك مثلاً فيلم اليوسف واهبي مش فاكر اسمه إيه أنا عايزة بتكره دلوقتي أخته كانت محامية وبعنما يعني مكسوفة أوي من شكل الأبو كانتو مديحة كانتو مديحة طيب وبات الحمامة قالت أنا بنت ناس يا ناس كانت عايزة تقول إيه يعني طلعت عايزة باعتبارها متبهدلة ومتعفلة طيب ثانياً عايزة بنت الأغنياء أنا بنت ناس يا ناس لا بالعبس لله إن السينما في فترة كانت بتتملق الطبقة دي وبتصورها عالناها طبقة بص العزيمة سنة سبعة وتلاتين ولا مش عال حاجة وتلاتين يعني العزيمة الناس الجميلة لكن تعالي شوفي يا ابن الناس الأغنية اللي هو كان أنور وجدي متهور ومستهتر وبايع ما إيه دا البطل بتاعنا حسين صدقي أو مش عالف مين صدقي تقريباً راجل لطيف جداً وشهم وشجاع وبيحب البنت البسيطة اللي هي فاتمة رجدي أقصد أقول لها بالعكس السينما تملقت الطبقة دي فترة كبيرة من السينما مش صحيح إحنا عندنا بحيثة مصرية غادر قبل ما ناخد تلاتي نشوف أصدقائنا على أيهم إيه هما كمان معانا مونة مساء الخير إزايك يا مفيد مونة إزايك أميرة أهلا نساح ومرحباً بجيبك بالجمال روسيا مفيدة كان زمان بس عم نددتي كلمة على حكايات أولاد الناس دي زي ما تقول أولاد ناس أوادم أيوة أوادم يعني ناس مأصدين يعني يعني التربية عندهم اللي هي زي تربية النوبل زي ما دولوا عليهم في إنجلترا يعني التربية الرقية النوبل زي اللهم يعني سلالة أورستقراطية 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 بقت واشمة يا جماعة ولا إيه أصوليين قوي أصوليين ملتزمين بالقواعد والأعراف والتقاليد الأصوليين المحترمين آآ برضو جدودنا أو أبهاتنا بقى يا أميرة آآ يقولوا دايما الأوالب نامت والإنساس نعمت طبعا طبعا هي اتقالت على الناس النفوريش بقى اللي هما داخلين في المدارس الأجنبية دلوقتي زي ما بتقولي والعربين بس والله يا مونة جدودنا جدودنا كانوا طبقيين جدا نا أبدا كانوا طبقيين جدا والله أبدا دايما إحنا كلمة ابن الناس دي بس بتتقال أنا عايزة أقولك حاجة على الناس المتربية على الأصول مش صالد يكون غني أو فقير أيوة بالزبط آآ على اللي متربي على الأصول اللي هو لو جاي البنتك عريس مثلا هتقولي إيه ده ابني أنا أقول عايزة طيب وجدع طيب وجدع محترم فيه حديث ومونة أكيد هتعرفه وأنا مش حافظه اللي هو آآ يعني آآ خلي بالكوا من الأصل تقريبا أو آآ آآ فالعرق يمتاج آآ آآ ياكم خضراء الدمن آآ آآ المرأة الحسنية في المرأة في المرأة الأصل الأصل أنا معاك يا أساس أمونة الأصل أنا أنا لو أنا أجي عريس لبنسي أنا بيكلم على الخلق أشوفه بن ناس بن ناس يا متربي الخلق والأصل ده تأكدي تأكدي أنا أبتكلمش بقى عن أثاني عائلات ولا حاجة أنا أبتكلم على تربية بتتوارف ومش ممكن أنت حتطلعي محترمة وتطلعي ابنت مش محترمة إلا بقى لو كان ابتلاق من عند ربنا سبحانه وتعالى بنا بنقول إن هي مش بالغنى والفقر فيه كتير من الأغنية ويبقى فاسد وآآ فاسد أكم من أولاد عائلات كبيرة من الأوادم هيا مدام مونة أولاد الناس يا مونة ويا أميرة معهمش سلوث طب تسمحيلي أيوة أكم من أولاد عائلات اللي إحنا بنسميهم بن قسين أولاد ناس الأوادم أو أولاد الأصول أكم منهم النهاردة تخلوا عن أصليتهم وعن تحفظهم وعن تمسكهم بالقيم والعادات المجتمع بيحصل فيه حراك فيه ناس بتطلع وناس بتتحرك إيه السبب بقى لأن النهاردة مجتمعنا أصبح مجتمع مظهري بيبص عليك نفسه سنية نفسه ده الولاد الصغارين في المدارس بيبص البعض بس أنا أنا مختلفة أنا أستاذة مونة أنا مختلفة معاكم أنا لو أنا لو هو من ابن عيلة متربي وزي من الأوادم من الأوادم ما أعتقدش إن هو هيسيب وجهة نظر أو هي مش عارفة أتجبها لكم إزاي هي هيطمع أو هيحب يقلد الحاجة الغلط لأ أنا هقول لحضرتك حاجة ما دي تربية بيت أنا النهاردة ألبس سوري سنية ألبس عادي مش فارق معايا لأن أنا أنا متربية كده كفاية إن أنا بنت ناس محترمين مش الهدوم اللي حضف لي شيء واحترامي ومعايير الناس في نظري عندي مش بالفقر وبالغنى لا 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 مش بالفقر والغنى خالص صح بدليل إنك لما بتشوي حد بسيط وبتعامل معاتي سواء تاكسي بتقولي عليه الراجل ده محترم وبن ناس طب طب أشكريك أستاذ أبونا ناخد مادام شايماء أهلا بيكم أهلا بيكم أمي شايماء بس أنا هقول لكم يعني مقطتين بس كده مهمين كان دكتور يوسف زيدان كان بيقول على ابن ناس دي إن هي أول ما طلعت طلعت على ابن ناس يعني ابن أي ناس فكانت بتسلق على الناس اللي هم مثلا اللقاطاء أو اللي معاش معروف لهم قطل من قاتل لكن لأنهم ابن ناس يعني أي ناس ودي كانت حاجة يعني كانت من ذلك كانت معلومة صادمة يعني إن هي اختلاف المدلول الكلمة نفتحها من عصر العصر ومن مجتمع للمجتمع بختلف تماماً مش معرفة ابن البشر يعني ابن إنساني ابن ناس مش معروفة مين هم الناس دول فكانت بتطلق على كده أستاذ محمد بيقولك وفيها رحمة يعني حتى لو هناخد التعبير الرائع اللي أنت قلتيه إن كلمة ابن ناس على البنا آدم اللي هو اللقيت ده حاجة غير يعني غير لانه عقبه يعني رائع حقيقي إن إحنا كلا ما عقبناهوش في نقطة كمان مهمة جداً يمكن يعني فيه إعلان فيه إعلان بيتعرض على القنوات الجميع دول طبعاً بدون ذكر أسماء لفندق سياحي فندق كبير أو مدينة مدينة من المدن اللي هي الجديدة وواضح فيه جداً الطبقية بشكل رهيب جداً 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 يعني إن مثلاً الهواء اللي بيخبط على جاره علشان يبقالوا حاجة للليل أيوة أيوة شفت الإعلان ده أيوة يقولك بدون ذكر الإعلان عشان ما يقولوش إن إحنا ضمرناهم يقولك هو قاعد في مطعم فبيغمس بيعمل العيش البلد دي كده أقولك مش في المكان ده مفوش الملوك ميع ملوش كده لا فعلك عشان نلعون بليز مش عبر بيساقش العيش بيساقش بنشكرك يا شايماء ناخد رأفت عشان نحن بوضع الدنيا أنا عليك بس أقول حاجة شفتي معنى الكلمة المفهوم بقى في لي معنى أكتر من معنى إزاي طب ناخد رأفت بدأ إزاي ما قولي ناخد التلفراني وتو ونحن نتكلم في الحوار ناخد رأفت فضل فضل لفن أستاذ رأفت إزايك؟ السلام عليكم عليكم سبحث الله وبركاته أهلا peoples وسلم وأهلا بكيفكم أنا أقول ليها أكبص عليك على كلمة الدناس فاض الشمية كلمة قديمة من أيام الإقطاع تمام من أيام الإقطاع كان الإقطاعين كان زمن يتعلموا كان بيتعلموا بكثير وبهماد استورة وعامة الشعب يقولك لا ده إبنة وده من عامة الشعب كلمة أبنة دي كان من قبل طورة يولي إذن ايه كلمة طبقية في بدايتها الناس اللي بتتعلم اللي هي عندها المقدرة المالية. اه. 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 اخلي ادي بقى حضرتك. اه. هي اطلقت من على كدمة ابن الناس روما الناس اللي بيستطيعوا ان يتعلموا. صحيح. المدارس اللي ما كانش في مدارس الاسمية. يعني المدارس كلها بفلوس. نزبوط. لما جاء اه انطورة يوليو قدت على الاططاع. نزبوط. ومجالية التعليم. وخلت التعليم حكومي. فخلت الناس كلها التواسية. ايه. الوقت في الناس في الوقت الحاضر غير ايام الاططاع. ان الناس في الوقت الحاضر اللي هي الاسرة المتعلمة المتدينة اللي افتعرف ربنا. اللي مرحش في التعايلة بسيطة. اه. هي ممكن تبغيز اه. دا سرا العزوة. ولكن مش دو دا. وصل وجهة ناصر حضرتك. بنشكري في السهل. انا وسهل اتفضل. اه. مساء الخير عليكم. سنور اه. اه. هو في بعض الكلام الحياة كان صح. يا لو يمكن اكون انا يعني حطه في اطار واحد. حكاية ولادي الناس دي اول ما اطلقت زي ما مفيدة قالت اطلقت على المماليك. مازم. واطلقت على المماليك لان هما كانوا بتجابوا ايتام. وده كان لازم يبقى يتيم. يعني يعني لو احد من الشيتيم ما ينفعش. لازم غلام يتيم بين سن خمسة لتسعة وكان يبيجوا من الكوقاز ومن البانيا زي محمد علي كان من الباني. بس كوقاز بالتحديد يعني. هو الشركة او كده. بس احسن هم كانوا كوقازيين يعني. اللي الاطلق عليها الشعب هما الاطلق عليهم اولاد الناس. اه. ان هما مش معرفين. اهما اولاد. اهما ما فيش حد ينتموا لي. اهما. بس هما كانوا الاليت. لان هما كانوا بتعليموا احسن تعليم. وكانوا بتحطوا في حاجة اسمها المماليك البورجيين. اللي هما كنت حط في ابراج. ابراج هنا بمعنى مدارس او بلدنس. وبعد كده المماليك البحريين. اه ده في تاريخنا. يعني كان ده من حالة 800 سنة. ده اول حاجة. اه اه انا عايز اقول بس خبر مهم جدا. لانه كل اللي انا هقوله ده وكل الصفات دي المصدر الوحيد لها عامة الشعب. ايه? عمر ما حد من الايجيت قال حاجة. عامة الشعب فقط هي الاطلقة كل ازي الاوصاف. الوصف التاني حصل ايام محمد علي. محمد علي لما بنى مصر الحديثة. احتاج للهدي. احتاج لواية اللي هما الناس المتعلمين بتاعه. ودي كان بيتماس بها الاقباط في مصر. واستورد بعض الشوام وكانوا برضو مساعيين مارونيين واختلافهم. زي ده بأس اسم جورج عربية تأسس المسرح. وزي تقلع وزي ما احدى من غيرت المهاردة. احنا الواحدين في العالم اللي بنواد شكاهه وغنيا. لان اخنا خدناها من هما اللي هدخلوا الثقافة الشوام. لان كلمة الغينة عندهم بتضيطي الجين. احنا بس في العالم اللي بنواد عين. معلين اه. اطلق الشعب عليهم الخواجات. والغاية النهاردة المساعين في الصيد او فلاحين ولا ايه خواجه. ايه. بالذات اللي هو اللي ايجيت منهم يا. قولك ده الخواجه. بعد كده لما نتيجة محمد علي لما بنى المصر الاجتماعية تطورها بعد اسماعيل وكده وصلنا للاشينات وبعد الدستور وكده ما حصل ان بايا عندنا ما عندناش اريستاكراسي بالزبط بس عندنا صب اريستاكراسي. اللي اريستاكراسي بتاخد عشر اه يعني قاسة تانية خاصة. امم. كلا في مصر ما عندناش اريستاكراسي ولا ونذر الدد يعني. المهم. الطبع دي تعال عليها ولاد الاصول اللي هو المنبت او المنشأ. وليه اصل اسلامي اللي هو ذات الحسب والنسب يعني الكلام مش 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 غريب. عالعرب. واطخ المصرين على انفسهم هم الخواجات واحنا العرب. عشان كده بجودنا كنقول ولاد العرب. وحي العرب بتاعي بورسايد لا حي العرب. احنا ولاد العرب والخواجات وولاد العرب. بعد كده بعد وزال الوصول والذوات والحقيات دي. حصل انهام عبد الناصر كان اشتراكية رحمها الله بتاعت اكيد ده الاختة اميلا واضح انها ناصر ايض. لا والله. لا والله اشتراك بيتميز. فاطلقوا على المتعلمين اللي كان من افراض الثقافي التالكينات والاربعينات والخمسينات اطلع على المثقفين اتقال عليهم الافنديات اللي استخدمها السادات بعد كده. ازا ما كانش افندي ان اطلغت الى الالقاب. ازا ما كانش افندي فهو ابن بلد. بس ابن بلد كان بيتميز باخلاق اه رفيعة الحقيقة يعني وحنا نعاش الكلام دي افتكر ان كان ابن بلد دي صفة مميزة. دي بعد كده الانفتاح وحصل اه ان احنا اطلع اه ام يعني ناس اغنية بس اه هرم مقلوب. ناس مش شيك يعني. الناس اللي كنت بتطلع اعتبارها ديو اشكال غريبة ايه? وصموه اللي بوريش دول. اه وليس الناس بقولوا ان الناس باي دفولت ايه بقى مش غني. اه. يعني باي دفولت ابن الناس ده ميبقاش غني. ان الاغنية انه الاشكال الغريبة اللي تلعط في اقلابها دي. مستاذ احمد احنا بنشكرك يعني بجد انت لخصتنا من اهوي في الموضوع. بجد بنشكر حضرتك ونرجع لستيس محمد ممكن تعليقك على كلام ايه. لا دا رائع دا رائع بصراحة والله. بس اه وهو قال حاجة انا كنت لسه بقولها انه الشعب هو اللي انتج المصطلح. ام. وان احنا مهما قلناه هو الشعب انتجه هو اللي بيحركه في الاتجاه بتاعه. ام. يعني يقول ابن الناس دي بشكل طبقي. يقول ابن الناس. بس انا عايز سألك سؤال. وانا قدر اخد حضرتك دلوقتي بلبس حضرتك ده. ام. وانروح نقعد في حتة انت يعني مش مزبوء يعني اصدقل حتة. شعبية? لا مش شعبية في حتة شعبية جميلة. بس اصدقل حتة يعني عشوائية او مش يعني حتة مش مرتبة. اه. هتتضايقي. لا ليه? الناس بص حضرتك. اه لان كلنا ولاد ناس. وكلنا ولاد تسعة. اه. الناس يعني الاستاذ احمد قال ايه? قال اشترا انت غالبا ناصرية. وبعدين رجع قال ولاد البلد. لأ انا فعلا بنتمي لولاد البلد بالمعنى القطاع العريض. بنتمي ديهم نفسيا. ومن سمة. لا اتعفف على ما نرى احنا احياء شعبية وعشوائيات. ولا هم يحسوا اتجاهي بغربة وانا قاعدة معهم. الغربة تأتي من الحالة النفسية مش من الهدوب. يعني ممكن تلاقي حضرتك. اه. لا مش غربة او سوزة اميرة. او بكلب على النفور. فجوة. على انك انت هتسمعي لفظ مش مزبوط. او هتسمع. لا لا لا. حضرتك اولا الفظ اللي مش مزبوطة دي بقى بقولها. انا اتوقع. بقى بيقولها من نطلق عليهم اولاد الناس العلوي. عن رأي مسرحية بتاع سيدتي الجميلة احنا من الطبق العلوي هو اللي بتسمع. اميرة 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 اصدر سيد محمد انه ممكن ما تتكيفيش. بالزبط. 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 ما انا رديت على لساني انا وقلت انا. هي قالت حاجة مهمة جدا. هي قالت انها بدل عندها استعداد نفسي. وعندها تواصل. امتي اللي بتاخدي القرار ده تتواصل عندها تواصل معها فعلا مع الناس اللي حتى لو في مكان عشوائي قادرة انها فعلا تتواصل معاهم. وقادرة انها تبقى عندها استعداد انها تتعامل معاهم. مش هتحس بقى غربة. لا دكتورة. وهم يحسوا. بوجوه. طبعا. هم يحسوا اللي جواكي ويعرفوا يتعاملوا معاهم. عارفين المشكلة ايه? هي الطبقة دي موجودة اللي هم ولاد الناس. حتى في العشوائيات والناس الغلابة ما انا ماش معا كلمة انه واحد بتاع كنت بتقولي بتاع كره. ما له بتاع كره. مش هانا لقول. لا لا يعني او حد على يعني اقصد. هي فين الطبقة دي? هي الطبقة اللي هي. ما راحت خلاص. فقيرة ومحترمة وعندها خلق وعندها دين والحاجات دي. لا ياو سيدة ما انا بيكلمش يا جماعة بيكلمش على العرباجي انه فقير. يعني حتى يا راقيا. بالزبط عرباجي يعني بتعمل مع عرباجي. الفازه يعني. يعني ممكن عرباجي يبقى مليونير. اه طبعا. ده بليه بوصف انه عرباجي? ليه? ليه باعتبر ان وزيفة العرباجي تساوي على ادار الاخلاق. ليه بلي بتقوله كده? يا ريت موجودة حتى يا كن. يا زاميره هو مش قزده كده مش قزده. هو قزده ان العرباجي ده الرفيء بتاع طولي اليوم. اه. طيب. انا هتطلبين لكم بقى طلب بقى. احنا محتاجين ضبط مصطلحات. لان مزهر الدنيا كده ايه عرباجي. بس بعد الفاصل. ممكن اسمعك انا اسفة بس هنرد نطلع الفاصل ونرجع تاني نشوف المصطلحات دي زي النظبات. عشان ننشوف مصاربت في المرام عشان بلين فتكش. نطلع الفاصل ونرجع مع حضراتكم من كامل حوارنا. موسيقى. اللي انا متأكدة منه ان مجموعة كبيرة جدا من مشاهدين اللي بتفرجوا علينا اه عاملين زي انا او زي انا ومونا. ما معنيش انا ومونا. ليه؟ هم مش واخدين كلمة ابن ناس بشكل طبقي. انا مش بصنف ان انتو كده واحنا كده. لا احنا واخدينها بشكل اه مجموعة مواصفات حلوة فباختصرها بكل ابننا. بس وجد نظر اميرة شاية عجيب دي ما هو تنميز الطبقي ده موجود. بس اميرة لفتتنظري. هقولك اذا كانت الناس ما بتقصدش المعنى السايق اللي انتي بتقوليه. علينا نعيد علينا نعيد تدقيق المفاهيم. طب ديوفك بقى. اتفضل يا دكتورة كنت هتتكلمي عن تدقيق المفاهيم. بخطارك بالتعليم في الدردشة قلتي برض التعليم. اه يعني كان حاجة مهمة قوي ان انا دلوقتي في تعرفنا لولاد الناس دي في حكاية. واحنا بنتكلم في الفصل على حكاية النطق. ان مثلا في مفرد في حروف كده بيتتنطق بشكل ساعات تتقل بشكل هزار. اختي بتاعه. اختي يعاطش فتاعه. بس انا احاسب الناس ازاي. انا اصلا انا انا مش بديالهم الاساسيات بتاعت الاحتياجات الانسانية اللي انا بقول عشان اقدر اشوف المعايير الانسانية اللي انا عايز اقيس عليها. واحد هاسبهم. واحد هاسبهم. لا مش هاسبهم. واحد انتخذهم. انا عندي الحد دلوقتي. في ناس بتطلع بتاخد الابتدائية مبتعرفش تكتب اسمها. هتعرف تنتق الحروف صحيحة ازاي. بس في تلفزيون بقى في راديو وفي ساتلايت. لا في تلفزيون بيتاريق عليهم. بيتاريق على نطقهم. انا عايز اقول بس. انه للأسف. رغم ان الاستاذ احمد قعد يقول ابن الناس دي عبر التاريخ يعني المصطلح ده من مرحلة لمرحلة كان بنتعامل معه ازاي او بنستخدمه باي معنى. ورغم انه كان في الاول خالص ليه معنى وبعد الثورة وقبل. لحد النهاردة بقينا بنستخدمه زي ما بنقول كده بندمك في مجموعة يعني مصطلحات او مجموعة مواصفات معينة وعايز اقول على ده ابن الناس فبحطهم كلهم على بعض. حتى لو انا خدتها بالمعنى يعني الاجابي. مش هنقول بالمعنى السلبي او بالمعنى الطبق. للأسف النهاردة حتى ده بيتحط في اطار ان انا قيمة قيمة الشخص. يعني احنا بننسى ان احنا ان الاساس الموضوع هي المبادئ والاحتياجات اللي هي المبادئ الانسانية يعني والقيم الانسانية اللي احنا عايزين الاول نقيم عليها ولاد الناس. قبل ما احنا نقوم نبص بقى ده تعلم فين. ده ودى ولاده مدارس خواجاتي ده ودى ابنه جامعة امريكية ان هو نفسه انولاده بتبقى يعني عايز يخرج من. بالانفتاح يعني وكده. بالزبط. يعني بدأ القيمة نفسها الناس بقت دلوقتي او حتى بين الشباب وبين الشباب الصغير للأسف بقت القيمة في الشكل الخارجي والاطار الخارجي اكتر من انا امتي موجودة ازاي او انا امتي بتترجم في. بالمظهر. بالمظهر للأسف. وده يعني متداول في مجتمعنا بشكل يعني مؤذي جدا. طب دكتور اولف انا عايزة سأل سؤال. دلوقتي هنجيب طالبين. بالزبط. عشان بس انا بلقي لهم دلوقتي على المجتمع. واحد خريج جامعة امريكية. واحد خريج. خلينا في ابتدائي. لا. خلينا لان انا عايزة الموضوع اتطرف في المسل. لا خلينا في ابتدائي ما هو فيه ناس بتروح بتروح بتاعه. لا. الجامعة الامريكية واحد خريج جامعة مصرية عادية. وتقدموا هم الاتنين لوظيفة. من غير ما فكر. هياخدوا خريج جامعة امريكية. انا بس انتي كصاحب شو. لا. 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 هقولك على حاجة بس. هو حسب يعني ما قدرش اقول انه من غير ما يفكر ما قدرش اوصل للنتيجة اللي حضرتك بتقوليها دي. لان انا. الاتنين درسين اداب انجليزي. ميجر ده انجليش لترتشر. وهو في جامعة جامعة عين شمس واخد نفس شهدتي انجليش لترتشر. وهياخدوا جامعة الامريكية. طيب انا في الحالة دي انا محتاجة ان انا ابعت اتنين سي فيه على اي ايميل. وفي الحالة دي هتبقى التقييم هيبقى زي ما بتقولي كده. لكن في حاجة مهمة جدا. الشغل بيبقى دلوقتي. بقى مهمة قوي ان يقولك انا عايز اشوفك شخصيا واعمل معاك اللقاء قبل الشخصية. لان انا بقى فيه حاجات كتير قوي لان الناس بدأت تكتشف بالذات مع العلم الحديث ومع تطور الحياة يعني اصحاب الاعمال واصحاب الشركات ومع الحياة الجديدة. لأ بقى مهمة جدا غير انك جايب ليش هادة من الجامعة امريكية. انا عايز اشوف قدراتك. عايز اشوف اديه انت بني ادم. ممكن. هي دي الدراسة. هكتت هكلم معنا قبل الفاصل. ان غادة برسوم بنت مصرية عاملة دراسة. عن البنات اللي كانوا بيقدموا الشركات. وخدت رأيي رجال اعمال في الشركات اللي بتقدم لها. انه كانوا بيبصوا ان هي لون شعرها ايه ما يكونش ضارب اوي يكون هاي ستاندرد. يكون عندها اكتر من لغة. هاي ستاندرد. بتتكلم كويس. الميكوب على مش عارفة اخر مستوى واخر موضة. دي الدراسة بتاعتها بتقول كده. انه دول مؤسسين ولا دول وحشين. بياخدوه مش حالوه. بيشغلوه اللي هي. اذا المجتمع لوحده. هاي ستاندرد عندها اكتر من لغة وفلونت انجليش وكلام. تسمحي حضرتك. يعني خلينا نشترك. دي المقابلة الشخصية. التصنيف الطبقي في المجتمع. هال مجتمعنا اللي عايز اللي الاول بيميز بين اولاد الناس واولاد اللي مناسي. وبعدين ناخد من اولاد الناس. اولاد الناس اللي هم متعلمين خواجاتي واللي مش متعلمين. وبعدين اللي متعلمين خواجاتي. اه اللي سفروا برا واللي ما سفروش. وكده. والاغنية. انت عارفها. ويقولك ده صناعي. وجوة طبقة دي فيها تصطيف برضو. جوة طبقة جواها. اه. ويقولك العيلة دي كويسة بس فيها هو ابن عيلة كبيرة بس هو الفرق غالبان فيها. اه. يعني في مصطلحات في المجتمع بتقول الوقت بتعمل تمييز على اساس طبقي. الكلام ده حضرتك شايفه. اه. ولا مش شايفه. وحضرتك. انتو الاثنين. انا بس عايز اسأل الدكتورة هو لو لو هو التمييز بس في الطبقة ولا في اللون. انا اقولك على حاجة. فيه اغنية في الصعيد بتقول ايه اغنية قصيرة كده بتقول انا اقولها باللهجة الصعيدة. بتقول اه اه اتقوله اه اه سودة دي من ورنا الاوضة. العروسة يعني. اه اتقوله صمرة دي بيضة زي الجمرة. هو فيه تمييز بالله هو يبدو ان المجتمع في حاجة للتمييز ده. يعني يبدو ان المجتمع نفسه بيدور على. خلال محتاج تمييز? اه. اززاي. محتاج ييميز انه 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 اللعروسة دي مسودة. انا متصورة ان المجتمع انا الاوان انه ياتخلصنا التمييز لان احنا فعلا التمييز ده معطل جدا. انا مش قصدي انا مش قصدي انا مش بقول دلوقتي. انا بتكلم عن احنا من جدور التمييز بس مش إنها بنت ناس ووحي ده بس حتى كمانة الجمال لا التمييز الألوان اللي حضرتك بتقول عليه ده مرتبط بتصنيفات اجتماعية بمعنى في فترة كان في عبيد والعبيد جايين من أفريقيا والعبيد سود والبيد شاركس وأرمن وخواجات وألبان وممليك فالمجتمع الطبقة المتوسطة المصرية عايزة تنتمي الخواجات للبيد بينما عايزة تفر من العبيد فيبتدي يقولك دي شودة ودي بيضة ده تمييز أيضا اكتباري اسمحولي ممكن أسأل سؤال هل ممكن يكون وجودة التمييز هنقول فيه تمييز في المجتمع ده لخلق النوع من التنافس ما هو ده بقى أستاذ المفيدة اللي عايزة أقوله ايه وانا فيه تنافسك ما فيه شبه بعض كده ما فيه شبه تنافسك ما هو في الفصل فيه صحيح دي قسمت ربنا كمان في الكلاس مش أنا نقولي مفيدة الكلاس مفيدة مختلفة فيه واحد كويس جدا واحد مش كويس ده على أساس الكفاءة مش إنه ابن ناس ولا ابن مناسي ولا بيضة ولا سودة ماشي ماشي لا يا واضح اللي بتقولها مفيدة في الدراسة اي حاجة إيجابية في قصة وانا معامل يعني عافل ليه دفتر لأن أنا مش حاسة إن إحنا نقدر نخلع التمييز الغير مقصود في المجتمع خلاص إحنا بقى موجود كلمة بنفسك إحنا دورنا إن إحنا بالعكس إن إحنا بنقول إن الحاجة دي موجودة ودي حاجة مهمة جدا ونحترم وجوده ونشوف إن وظيفته قام بأي وظيفة في المجتمع يعني قصة زي التمييز الطبقي ده أو الحكاية ابن الناس إحنا لازم يعني بصراحة وشفافية محترمة جدا نقول إن ده موجود بس للأسف هو معناه جاي من إيه وظيفته بيقوم بوظيفة عاملة إزاي وقد إيه وظيفته دي سلبية في المجتمع ونحاول نغيره ونضايق صراحة إيه أستاذ بحالبات إنتو إيجت نظرك أنا أقول إن التنافس بين غني وفقير لك أنا بقول بين اتنين عندهم نفس مترابين نفس التربية بس مين يقدر يثبت إن هو أكثر أخلاقا أيوة بس الناس لما بقت المعايير بتاعتها أكثر تديونا المعايير لما بقت مادية خلت البنات تتجنن بسرط ليه فلانا عندها ده وأنا مش عندي ليه معاها أنا فاكرا بقتش المستوى ده موجود أوي أنا أقولك يا أستاذ مونا أنت عارف المستوى ده موجود إزاي أجبني داخلته هي موجودة إزاي يقولك ده ستايلش قوي ما بقاش بقى بكيمة ابن ناس ستايلش قوي ستايل ترجمة الخواداتي بتاعت الكلاس للبيئة وابن الناس أنت عارف ما بقى ابن الناس في الأساس إيه هو الشخص الذي لا يؤتي فعل مثلا بايخ أو سخيف أو لفظ كده لكن دهوقت البنات بيقوله كده البنات بيقوله دهوقت دهواد ستايل قوي يعني أو لو البينات يقوله أو الولاد يقول ده بنت ستايل قوي يقولش بقى بنت ناس خلاص ده المصطلح ده موبرته ده كود بس أعلم أن يقوله على الولد الولد ده كول جدا ده كود بالخواد ده كود مش مال اليمين آي صح يا شو ما أحنا داخلين أهو مش بقى خلاص سبنا ابن الناس بقى ستايل ده تطور الطبيعي بقى والولد بقى كول آآ آآ والبنت ستايل قوي تطور طبيعا ايه ده بيعملوا دكتلوك بيعملوا دكتلوك بيعملوا دكتلوك ومعليش ويقولك عليه كول يا جماعة بس مش عالك ايتي لما بتشوفي راجل هانسم ومحترم بتقولي ايه والله الراجل ده كول أنا ما عرفش أقولي الحاجات دي قالس يا ممتين تربيتي فلاحيني ما فيهاش كول ولا الحاجات دي ولا هانسم هتقولي له آآ هذا الراجل محترم طب تسمحيلي إحنا لما نكون بنكلم مجتمع يعني ممكن أنا بنتي تبقى بتقول كول وستايلش والافتكاسات اللي هي بتقولها زي هل الفتكاسات هي بتقولهم برده أيوه أنا بقولتهم أنا استخدمت الأفضاء لما أنا لما أجي أبقى بأكلم المجتمع اللي فيه طبقات اجتماعية مختلفة وشرائح اجتماعية مختلفة وأنا عايز أخد المجتمع ده وأطلع به القدام وعايز أنامي روح المنافسة الموضوعية على أساس الكفاءة وكذا وكذا وأبتدي أرصد المجتمع ده بيتكلم في إيه فأقول آه ده بيقول ابن ناس وبيقول كل وبيقول أبتدي أشوف دلالات ده وأسهروا على الناس يعني أكيد هل في حد من اللي بيتفرج علينا دلوقتي قاعد بيقول إيه البواخة دي وانتو على رأس كوريشة وانتو معتبرين إن ولاد الناس وإحنا مش ولاد ناس المجتمع مليان شرايح وفي ناس بيتفرجوا علينا وبيقول لنا آه إحنا ومسع ومتعبنا وشقينا اتهدنا وذاكرنا وبقينا لنا لا بقينا نتخين حاجة أنا على قلمة باشتمش الفلاني وبتعامل مع الزغير زي الكبير بقينا نتخين حاجة وبقينا ولاد ناس حاجة تاريخ ناخد استخدصة مختلفة على التليفون أهلا وسهلا استخدصة صابر صحيح إزاي حدتك أيوة أهلا أهلا يا فندم سمعين حضرتك أهلا يا فندم أهلا يا فندم أهلا يا فندم أهلا يا فندم وأميرة وضيوفنا تفضل يا فندم تفضل يا فندم أهلا عايزينك بس نتوتي التلفزيون شوية أهلا يا فندم الموضوع بتاع أولاد الناس أهلا تفضل يا فندم أولاد الأولاد الناس عبدوا أيوة أهلا 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 سبحانه وتعالى. صحيح. جعل الناس اه طبقات. وكل طبقة بتنقرب بتيجي طبقة اللي كانت ادنى بتطلع فوق واللي فوق بتزل تحت. مزبوط. اولاد الناس. اولاد الناس اطيبين. اهل اللي حافزين اه معتقدات الدينية. سواء اسلامية او مسيحية. الله ما عنده عقيدة وعنده ايمان. بالله. هيبقى ابننا. ابن ناس كويسين. برنامجكم كويس. ولو اني معترض على الاسم. ما هو احنا عاملين الاسم ومخصوص. عشان حضرتك بتعترض عليه وتتفرج علينا. طب انا امي وقتي وبنتي. ايه ما بيعرفوش كديره. اطفال الشوارع مش ولاد ناس. يا ايه الدكتورة بتسأل حضرتك سؤال يا اوستاذ صابر. الدكتورة تفضلي. انا عايز اسأل حضرتك اطفال الشوارع مش ولاد ناس? لا انا انا بقول لحضرتك. بيقولك انهم اوصلوا المكان. اللي من ميت سنة ولاد شوارع. اصبحوا ايه دلوقتي. من بعد ميت سنة. بيتعلمه. ايه بيقول صفوة في المجتمع. حتى ايه صفوة صدقين. لانه تهجروا بي ايه ومعها فلوس واعلموا لاله في كليات وكلامين. يعني حضرتك بتؤكد ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اتقاكم. الله. ده المعنى اللي حضرتك. الله مصدق نادي من الصبر. بشكرك يا سيد صابر والله كنت خيرك ناخد استاذة منال. حلو. اهلا وسهلا تفضلي فانت. نسأل خير جميعا. سهل نور. ايه انا بس ليه يا ناظرة ايه يعني على المستوى الشخصي. انا يوم ما يتقدم لبنت ايه شاب مهزب. محترم. عيلته محترمة. ويراعي ربنا فيها. انا كده هقول انا جوزت بنتي لواحد ابن ناس. زبط. انا مش عايزة اكتر من كده. ولا هبص العربيات ولا ولا اي حاجة تانية. اه يعني هي دي النقطة المهمة لابن الناس. دلوقتي ايه ما بنسمع عن جوازات سريعة. يعني الوقتي حاليك بنسمع عن جوازات سريعة ويقول ابن ناس وفرح كبير جدا. لا 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 لا. وطلق مبكر شباب صغيرين يعني. الزب هو يكون مهزب. ومحترم. ومتدين. ويراعي ربنا فيها. ما هو لما هيكون متدين هيراعي ربنا فيها. دي من اهم نقط ابن الناس. اما على المستوى العين بقى. انا لجى مثلا اه حضرت موقف جارة اه الزبال طالع بياخد منهم كيس الزبالة من البيت. فهي بتتخانق معاه انه اخد يعني طلع خبط عليهم الصباح. وقفت من البالكونة تكلمه هي متعلمة ومتدينة ومهندسة. وقفت تقول له انت حت الزبال انت لا واحد لا رحت ولا جيت بص لنفسك يا زبال يا زبال. انت زي تطلع وتصحيني. الزبال اللي هي في وقفة بتعيره بسبلته. رد عليها بكلمتين. قال لها سياتك يا فندم بعد اذنك. انا عارف ان انا زبال انا مقولش على الناس هي مهندس. انا حسيت ان هو ابن الناس عنها. بزرق في سلوكها بقى. بصرف النظر عن البلكونة وعن الشقة وعن كله. لا طبعا. لا طبعا. سلوك غير ادامي خارج. اذا بنرجع تاني نفس الفكرة. ابن الناس مش الغني. ابن الناس مش اللي بيركب عربية اخر موديل. ابن الناس اللي عنده اخلاق. ويعرف يحترم الفقير قبل الغني. احنا بنشكر حريكو سيزا ما لابن ناخد سماح. فضال يا سيزا سماح. سماح? اه. مش معنا. نكمل هنا. فعلا والله قاية حاجة عايز تختبر نفسك انت ابن الناس ولا لا تشوف نفسك بيتعامل مع الناس الغلابة ازاي. الناس اللي بتعينك في البيت ازاي. الناس اللي بتساعدك بتعملك الاشياء البسيطة الزبالة والنظافة. الوحيد ممكن يقيس نفسه من الناس دي نعمل دراسة ونسأل الناس دي. بس هي 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 يعني غالبا الناس طول تلك الاست اللي بتيجي تساعدها في البيت مسلا او ٢١٠ على انها بيتعاملوا بآآ بافترامه بلطفه ده بيأكل عيش. لكن اللحظات اللي زي دي هي اللحظات المعبرة جدا عن اللي داخل البناء الميت وعلى فعلا على رؤيتنا لمثل هذه المهن إنها في لحظة غضب شديد جدا لحظة هي مش براحتها زي ما بنقول يعني واخد راحتها فهتلاقي بتطلع فعلا المكنون الداخلي ورؤيتها للطبقية برد بالضبط لهذا الرجل ده رقم إن هي ست زي ما هي قالت مهندسة ومتعلمة وفيها المواصفات اللي احنا ممكن نقول إنها نحطها عند المعايير بتاعت دول ولاد ناس لكن في الحقيقة ساعة الجد حيبان يعني وممكن الرجل ده بيبقى بيرد الرد ده لإحساسه بالضعف يعني لإحساسه بإنه هو فعلا وإنه رجل برضو ممكن يبقى محترم وهو دي حقيقته بس أحيانا شديدة لإنه إحساس بإنه هو فعلا دي المهنة اللي ملهاش أي حماية في المجتمع أو يعني المهنة اللي هي بتتعامل معها الناس كلها لأنها المهن الأدنى الأدنى فطبعا هيبقى حاس بضعف الشديد فيقول لها طب بالعكس ممكن يعتذل لها لو خلينا نأخذ منها خالها ليوة ولا بتاع فلازم يعتذلها دخلينا نأخذ من المعنى ده إن الشريف هو لابن ناس الرجل بيشتغل في شغلة شريفة ويتعب فيها هو ابن ناس أنا دايما دايما نقول ابن ناس مكافحة أيوة يعني حكاية ابن ناس مكافحة يبقى هي لها تكملة تعبت في تربية عيالها وطلعتهم محترمين ده بالنسبة لي معيار أنا مش عاجبك كلامي خالص لا 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 أنا بس عايزة أقولها يصغرني لا عايزة أقول لها هذه الحاجة أنت عارفة أنا ممكن أقبلك بطبقة مس تعبانة قوي اقتصادياً وكلميهم هتلاقيهم بيحاولوا يبتعدوا عن الطبقة الأقل منهم يعني مثلا لو افترضنا إن حد زي ما قلنا أنا آسف يعني عرباجي وعاتي مع أستروت وتقول لك لا ده أكل نظيف إحنا بزينا ستاني يعني حتى هم بيحاولوا يتميزوا عن طبقة هم شايفينها أقل طب أنا ممكن نعلم أتفخذ ده طيب لا أستنى إيه المعاناة؟ أنت يعنيت مني ده أنا أصلا أنا حسيتني حارض انقضيت فهيتردوني لأنه أنا حسر الحوار فلما الدكتور هلترد قل تشكت بقى طيب وهو أصلا يعني أنا يعني للأسف الشديد هو ده فعلا اللي بيخلي مثلا الطبقة المتوسطة اللي هي غير راضية تماما عن حالها بتكافح كفاح مميت عشان عشان تنقل وده اللي احنا في الفترة الـ 15 سنة الأخرانيين في مجتمعنا حصل تدهور حقيقي في العلاقات الإنسانية داخل الأسر لأنه الأب عايز أنه يدخل ولادهم يحطوا في إمكانيات أعلى بكتير بيشتغل بشغلين يعني بالنهار ما بيشوفهمش ما بيعرفش عنهم حاجة الكلام محدود جدا الكلام كله بورق والمصروف بيتحطوا والتواصل كله عن طريق يجروا في سفروا وفي حاجات كتير وفي حاجات كتير عالم الاجتماعي أنا واحدة في الشارع بس أنا طلعنا مصطلح كده مع بعض اسمه بيصلح طبقة عارف المصطلح ده؟ طبعا يعني أنا مثلا أروح أتجاوز أنا تعبان وطلع من طبقة حلكان طبعا وطلع من طبقة طعبان قوي أروح أتجاوز أرسم سوريا على بنت بنت واحد دكتور أو مش عارب بنت مين أو يعني علشان إيه؟ نصلح طبقة علشان إيه؟ يعني بقت الفكرة كده علشان إيه؟ علشان إيه؟ علشان أنا بقت شايف أخرج من دي علشان أخلص من العشان أنا شايف إن أنا بقت قمتي مش في مبادئي ولا في عملي حاس الوقت البنت الصغيرة اللي بتتجاوز حد آآ ميجاوز أو آآ ميخلف أو مش في مفيش تكافأ في المكتاب أعايز أرد على الأستاذ محمد دروب طب بي تدعي اسميه طب بي تدعي اسميه هم شايفين إن حضرتك عندك صورة زهنية متعالية على أكلهم بإنه مش نضيف لإنهم فقرة فهم بيحاولوا يصححوا الصورة الزهنية دي خلاص يا مفيد مش تحتاجين لا يا أمير لا هو ده الحياة والله لا بجد أنا بس ضربت مسألة على الأكل لكن أعصد أقول إيه؟ أعصد أقول إن هم حتى في كلامهم مع بعض يقولك لا أعصد إحنا متربيين إحنا أولاد ناس يعني تحت أنا بتكلم على ناسك وتعباني قوي مش محتاجين يستخدموا المفردات دي ألا ما يبقى فيه حد خارج جاي من خارج طبقة البتائج اسمي أقولي هو فيما لشكل لا إنهم محتاجين يثبتوا أنسفيني لا أهم عشان محتاجين بس يثبتوا لنفسهم ويثبتوا للآخر اللي جاي من طبقة خارجية طيب لا أقصد ما بيحتاجوش يستخدموا المفردات دي أنا أعيز أقول حالي إحنا من الواضح إن كلمة ابن ناس مش هو اللي إحنا كنا قصدين عليها من واضح إن مجتمعنا أصبح بينظر للآخر بشكل طبقي أصبح نقدر نقول إن إحنا مش هقول ابن ناس لا إحنا هنقول إن إحنا كمجتمع مصري ابتداش يبص لبعضه من ناحية الشكل والطبقي ده لابس إيه؟ ابتدى ولا من زمان؟ لا من زمان لا إحنا بقى لنا أكتر من زمان من 40 سنة يعني قبل حتى وإحنا محتاجين نغير الصورة بالظبط من بداية من ما بقاش قسمة بس مش معنا كده إن إبني ناس دي طبقية لكن إحنا بنبص لبعض ناس طبقية لا لا إبني ناس طبقية لا أخذنا مفيدة إنتي عايزت غير المصطلح أو عايزت غير التصويت طبقية؟ لا نغير المصطلح يعني نغير المصطلح نغير المصطلح ونغير استخدامه بالظبط طبعا إحنا بنشكر حراراتكم بس أنا عايز أقول السؤال بتاع النهاردة على الفيسبوك هل تعتقد إن ثقافة المظاهر هي الأكثر شيوعا في المجتمع المصري الآن؟ نعم حصل على 244 صوت لأ حصل على 9 أصوات ربما حصل على 8 إذن أعتقد إن إحنا ومشاهدين كلنا متفقين إن إحنا محتاجين إحنا نغير حكمنا على الآخر من ناحية المظهر خلينا نخد ونحكم على الآخر من ناحية أخلاقه وتصرف شرفتوا في النوارد هنا دكتورة أوراقه وتمشكركم مونة بعد الفاصل معنا الفقرة الطبية مع مونة والدكتورة رانيا ماهر أستاذ الأمراض الجلدية عضو الأكاديمية الدولية للطب التجميلي منتظرين أسئل قليتك وتواصلكو على فيسبوك بعد الفاصل كل ما يجي الشتاء بنشيكي كلنا في شدة البرد دي إن وشينا بيجف وبيقشر بيحصل مشاكل في البشرة مش كده وبس لأ كمان بيحصل مشاكل في الشعر من تساقط الشعر وقشور في الشعر مع مشاكل الشعر وحلولها إن شاء الله وإزاي نعالجها بأسلوب سهل وبسيط هنتكلم عن مشاكل تساقط الشعر وظهور القشرة في هذا التوقيت من السنة مع دفتنا الأستاذ دكتورة رانيا ماهر أهلا بحضرتك وطبعا نعرفك بردو تاني دكتورة رانيا ماهر عضو الأكاديمية العالمية لطب التجميل وأستاذ في الأمراض الجلدية بداية الأسئلة طبعا على الفيسبوك كتير جدا بنبدأ بنور المراسي بتقول أنا شعري طويل مع الأسف بيقع بطوله كتير قوي وأنا بأسرح شعري وكمان ناشف جدا ياريت في حاجة قوي الشعر مرسيليكي ومفيدة ومونة وأميرة طبعا مشكلة تسقوط الشعر دي مع الشتا بتبقى زايدة لأنه عندنا البشرة الدهنية حتى لو كانت بشرة دهنية الشعر مع استعمال الكريمات مع استعمال الزيوت مع وجود التقس البارد حتى مصر السنة دي جاية أبرد من كل سنة كل ده بيزود الإشرة بيزود الدهنية بتاعة الشعراية بتاعة فروة الرأس تخلي جلدة الرأس مش قادرة تمسك في الشعراية غير المفهوم عند الناس إنه ممكن يكون شعري جاف الشعر الجاف حاجة وفروة الرأس اللي مش مستحملة اللي فعلا دهنية ما ينفعش أجيب عندها لها كونديشنر أو مرتبات أو كريم أو زيوت كل الحاجات دي هتخلي الشعرية تضعف هتخلي جدور الشعر أضعف من اللي إحنا عايزين ويكون عليه دايما بنصح في الشتا بلاش تحرك الفرشة أو المشت على جدور الشعر بنقول بلاش نجيب ميا برد عند فروة الرأس إذا اللي محتاجها إذا عنده فعلا شعر متوازن أو جاف كشعر وكفروة رأس استعمل الزيوت لكن إذا مش محتاجها ما تجيبش أي كريمات أو زيوت عند فروة الرأس ومو أكثر حكاية الزيوت والكريمات دي اللي يتبقى استعملها على الشعر مقبول لك على الجلد نفسه ده خطير طيب عندنا كمان رقة منصور بتقول عندي مشكلة في بشرتي لو سمحت تسألي الدكتورة عندي بقع سودة وعندها رؤوس سودة في الأنف دي مشكلة ودي مشكلة طبعا الاتنين مشكلتين مختلفتين بس الرؤوس السودة برضو لها علاقة بالبشرة الدهنية بس نتكلم على بشرة الوش لازم نستعمل منظف مناسب لازم نستعمل كريمات مناسبة ما تكونش فيها كمية الدهون عالية مع استعمال كريم في أحماض فواكه عشان نخلي فيه بشكل دوري بنتخلص من الجلد الميت والرؤوس السودة والإفرازات الدهنية اللي موجودة على الأنف أو في أي مكان تاني في الوش مناسب دي يعني معناها مين يقولها مناسب؟ مناسب يعني لو هي في الحالة المتعرف عليها كبشرة دهنية فقط ما عندهاش أي استعداد لظهور حبوب يكفي انها تستعمل منظف للبشرة الدهنية لكن لو في استعداد لظهور حبوب أو مشاكل أكتر في الجلد لازم استشار الدكتور كل واحدة ممكن تعرف بشرتها في البيت لعمل حاجة تعرفها كبشرة دهنية أو أكتر حاجة بنقول عليها لو بنبص على منطقة التي زون اللي هي الجبهة والأنف وممكن لدأن معنا لو غسلناها لو غسلناها واستنينا خمس دقايق أو عشر دقايق وحطينا مناديل كلينكس أو مناديل ورق على الجلد وبتدى يظهر فيه زيوت فدي بشرة دهنية دهنية ونشيطة يعني مش هنسيطر عليها من غير المواد المناسبة أو المنظفات والكريمات المناسبة فيه دهنية ومش نشيطة دهنية نشيطة كل جوية نطلع بسؤال من كلام لأن احنا بنتكلم على دهنية عندها استعداد تطلع حبوب ولا دهنية بس وفي حالها زي ما بيقولوا تمام عندنا سامح بيسأل عن خطيب يعني خطيبته 22 سنة شعرها دهني وطويل جدا مشكلة إن شعرها بيقع بطوله مش بتغسله غير مرتين في الأسبوع بشامبو خفيف جدا من بتاع الأطفال حاجات المعروفة جدا عايزين نعرف ممكن يكون إيه السببب وإيه الحل المتاح بس السؤال ده باردود شائع هل إن eran انا استعمل شامبو خفيف كافي إن انا اضيف الفروة الدهنية الشامبو خفيف بشعر كلمش say الشامبو الخفيف كويس عشان الشعر لكن الشامبو المناسب للفروة الدهنية لازم يستعمل على فروة الراص فى الحالة دي لأنه هي شعرها طويل وعايزة تحافظ عليها ممكن تستعمل نوعين من الشامبو تجيب شامبو مناسب لفروة الراص وتنظف بقية شعرها بالشمبل خفيف اللي هيحافظ على الكيراتين اللي موجود في الشعراء طيب نقول الأسئلة تاني من على الفيسبوك الحقيقة برضو كتير مونة بتقول لو سمحتي اسأليها عن البقعة اللي بتكون في الجسم يعني الجسم بيكون مش لون واحد لحله ايه الكلام اللي بتسأله مونة في الغالب هتكون من الناس اللي بشرتها تميل للون الخمري بشرة الخمرية مش مفروض ان هي تكون كلها لون واحد زي ما هم متعرف عليه الأماكن اللي ظهرة للشمس هتبقى لون أماكن المختفية هتكون لون وممكن الاختلافات البسيطة مقبولة لكن اذا في بقعة داكنة او أماكن داكنة فعلا داكنة في اختلاف كبير في اللون مش درجة نبتدي نفكر في السبب ونعلك لكن كتوازن الجلد مش لازم يكون كل لون واحد وده عادي ده امر عادي بترمين يعني عادي في كل الناس طبعا معنا تليفونات بدأت كتير مستنين هالة سلام عليكم ازاك يا هالة تفضلي بالسؤال الحمد لله حياتي الحمد لله تمام ممكن اتكلم الدكتورة دكتورة رانيا معك يا اهلا اتفضلي ازاك حضرتك بساعة النور انا عنتي في فروض شعري كياس دهنية كياس دهنية في اي التهابات معاها نعم اي التهابات معاها لأ مثلي التهابات بس هي عالية سنة يعني كبيرة شوية ما دي لازم تتشاف عشان يشوفها الطبيب متخصص عشان يعالجهالك مزبوط لازم تكشفي عند الطبيب متخصص لانه لو الاكياس اللي انتي موجودة حصل معها التهاب او عدوى ممكن توقع الشعر فلازم تسرعي في العلاج انا خاف ان هو ممكن يشيك شوية من الشعر انا خاف ان الشعر ما يطلعش تاني لا هو الاهم صحة اهم دلوقتي صحة الجلد مش مشكلة الشعر لو هنقصه عشان نعالج بس الاهم ان انا احافظ عليه على المدى الطويل يكون موجود وصحته كويسة اه لكن الشعر ممكن يطلع تاني ما فيش نفسك ان شاء الله بعض العلاج ممكن يطلع ان شاء الله يا هالة مرسي على التليفون ومعانا اسماء السلام عليكم عليكم السلام ازاك يا مادم مونا الحمد لله يا اسماء معلش انا كنت عايزة اسأل الدكتورة بس ممكن تقدلي دكتورة رانية معاك انا كان عندي مسامة مفتوحة في وشي كده وعملت جلستين ليزر بس حت ان ما فيش نتيجة زي اخرام كده في وشي فمش عارفت صراحة اكمل ليزر ولا في حل تاني السؤال بتاعك الليزر ممكن يكون حل بس ما يكونش فيه في البشرة النهاردة فيه حبوب أو فيه نشاط للغدد الدهنية لأنه الليزر لوحده بنتعامل مع الجلد بس أنه أنا أغير طبيعة الجلد بس الغدد الدهنية هتفضل نشيطة وهتفضل بعملة المسامل الوسعة لكن أنا ما عرفش طبيعة الليزر اللي أنت بتتعمليه لكن لو هو فعلا الليزر اللي بيغير فيه شكل البشرة بيعمل حاجة اسمها ريمودلينج يعني بيغير فيه طبيعة الأنسجة ممكن يجيب معاك نتيجة كويسة ويقفل المسامل تمام يعني بتوع الليزر اللي هعمل لها هم اللي يقول لها هينفع معاكي ولا لا طبيب تليل فيه تليفونات ولا نسأل أسئلة مع الفيسبوك معانا مينو مانا مينو بدلعنا في ساعة ويه بتقول ازايك وازاي نعالج الحبوب اللي في الوجه هنا بقى موضوع تاني موضوع الحبوب انا بس في السؤال ده عايزين ندي نصيحة للأول للناس قبل ما نقول على علاج الحبوب النصيحة هتيجي انه مش معنى ان انا وشي دهني وان عندي حبوب ان انا استعمل حاجة تنشف البشرة جامد لانه البشرة هترد برد عكسي بتعمل ضعف كمية الدهون اللي بتفرزها فكده انا بعمل العكس اللي انا عايزه نستعمل المنظف مناسب ونستعمله مرتين في اليوم بس ودي افضل طريقة للاستعمال اذا عايزين نخسل الوجه بعد كا نخسله بمية بس بالنسبة للحبوب بالنسبة لسؤالها مرتين في اليوم بالصابون وبقيت اليوم لا بالمية بالنسبة لسؤالها ازاي احافظ على بشرتي من غير حبوب لازم البشرة تبقى متوازنة لهي جافة ولا فيها دهون تستعمل منظف مناسب تستعمل كريم يقلل افرازات الغدد الدهنية ما عدا ده من عندي بقى بيبقى على جانب ده بيبقى فيه اكل معين دكتورة ران يعني فيه ناس شوفي الاوروبا في العموم يعني قعدوا سنين يقولوا الاكل ما بيقصارش في الافرازات الدهنية بتاعت الوجه معيني انا مصدقة العكس من زمان لكن جينا في اليومين دول بس ابتدوا يقولوا ان الابحاث بتثبت انه شوكولاتة دايما يقولوا شوكولاتة الشوكولاتة والحاجات اللي فيها منتجات الالبان بتزود الحبوب والاكل المقلي مقليات طبعا من جانب فود اللي بيأكلوا الولاد عندنا ايمان محمدة على الفيسبوك بتقول عايزة احلل الشعر الجاف وهي بادياب بتقول ايه البديل بدل الزيت للعلاج تساقط الشعر يعني برضو موضوع الشعر الجاف والشعر اللي بيتساقط شوفي هي فكرة الشعر الجاف زي ما قلنا لازم تتأكد انه فروت رائحة جافة ولا مش جافة لانه اي حاجة تستعملها على فروت الراس وهي دهنية حتى لو الشعر نفسه جاف ما جيبش حاجة عند فروت الراس غير لو كانت محتاجاها الشعر الجاف اعالج الشعر بمرطبات بكريمات بزيوت بالله انا عايزة بس ما جيبوش عند فروت الراس دايما بنقول فروت الراس اشوف اللي يناسبها ايه والشعر اشوف اللي يناسبها يعني حاليك دايما انت الكاليمة عن ان دول حاجتين الشعر حاجة وجلد الراس حاجتين بزبط 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 الاهم عندي ان انا اعرف صحت وشكلها ايه ومتوازن ولا لا فروت الراس لانه هي دي اللي انا حاطت عليها الامل لو شعراية وقعتها تجيب غيرها اه هي الجدول لكن الشعراية نفسها دايما كنت بقول للناس اذا عايز تعمل تريتمنت للشعراية فكر انت عايز شعراية حلوة النهاردة ومش موجودة بكرة ولا عايزها موجودة معاك وحتى لو هي مش عاجبك قوي بس هتقدر تتعامل معاك هي موجودة على طول الارض خزبة يعني بزيط اه معانا فايزة على التليفون سيخير يا فايزة سهلا وسهلا صوتك واطي يا فايزة حبيك سامعيني كده؟ اه كده سامعك كويس ومعاك الدكتورة رانيا تجاوب على سؤالك اه والله يا دكتورة انا بشريت يعني مشكلاتها ان انا بشريتها احبوك وابعدين عاملة ايشة كده وانا رحت كثير جدا لتكاترة بس يعني معاركوش عالجوهالي خاصة يعني مشكلة الايشة يعني بتعارك عميه في الايشة خلاص يا فايزة الدكتورة رانيا هتجاوب على سؤالك بشكرك على تليفونك اه اللي بتقوله فايزة من مشاكل موجودة في فصل الشتاء ممكن يكون البشرة عندها حاجة اسمها اجزمة الزهمية يعني التهاب من البشرة نتيجة افراز الدهون الكتير عليها فبقية الجلد بيتفاعل مع شيء بيعمله توطر بيعمله التهاب فعايزين نعالج وعايزين نحافظ حتى لو عالجنا وصلنا نتيجة مرضية لازم نحافظ بعد كده بنسميه المنتنس الصيانة اه اه تبتل مستمرة بالزبط فايزة بتقول انا رحت للدكتورة كتير ممكن تكون تعالجت صح بس مكملتش على حاجة تحافظ على النتيجة فده اللي احنا بنقوله معانا امال عالتليفون مساخير امال امال مش عالتليفون تقريبا ناخد سؤال الو سؤال من على الفيسبوك احنا جاوبنا على فايزة معانا وفاء سلام عليكم وفاء مساخير يا وفاء علي صوتك شوية عليكم صحة الله وبركاته حبيبتي معاك الدكتورة رانيا الحمد لله حبيبتي سؤالك ايه وفاء او لو سمحت يا دكتورة انا عندي 22 سنة بس بيصعلي شعر ابيض الصوت راح شوية كمان علي صوتك ايوة كده كويس ايوة يا مدام ايوة دكتورة مانا افضل يا حبيبتي معاك الدكتورة رانيا ايوة يا دكتور لو سمحت انا عندي 22 سنة بس بيصعلي بدأ يصعلي شعر ابيض من حوالي سنتين بس دلوقتي بلاقي بيزيل شوية تمام عايزة تسألي حدوثك الهدف استعمل سبغة ولا لا وبالنسبة لشامبو الاشر هل استعمله على طوص ولا لو وصلت اشر خلاص طيب دكتورة بتقولك تستخدمي سبغة لا لكن فيه اش في الشعر عايزة تسألي على الكشور او فيه اشر في الشعري بس لما بستعمل شامبو الاشر بعد كده بقى ببطله واركع استعمل شامبو عايز سؤال مهم جدا جدا شكرا يا وفاة شكرا يا وفاة كل حاجة بتعمل اشرة وان انا استعمل الشامبو مرة في الاسبوع السؤال التاني بتاعها شعر الابيض شعر الابيض بيبقى فيه استعداد وراسي بيبقى فيه ان الشخص نفسه ممكن يكون عصبي اه لو بنقول ان هي كل الحاجات وراسي يبين من حاجة واشي ممكن ممكن اه لو قلنا ان كل الحاجات اللي بتعملها في يومها كاكل وشرب مياه ونوم وان هي بترتاح في الشغل او في دراسة او في اي حاجة بوقت كافي كل الحاجات دي ممكن تقلل زيادته هي بتقول ابتدى يزيد الفترة الاخيرة الضغوط النفسية اللي الناس كلها بتعيشها لو زيدة مع حد عنده استعداد وراسي ممكن يعمل قصة دي تمام اه استاذ احمد عسران على الفيسبوك بيقول انا شعري بيقع من كتر الكريم والجال اللي بحطه عليها انا عاوز اعرف التساقط ده هل بيكون تقصف بس ولا الشعرية كلها يعني مش هتطلع تاني الان خليني اجاوب على احمد بطريقة مختلفة شوية احمد ولد وممكن يكون سنه صغير ممكن يكون 18 ممكن يكون حاجة و 20 سنة هو متصور انه شعره لو اتعامل معاه باي طريقة هيكمل معاه هو بيقول انا حلقته خالص انا شايف انه ده احسن حل يعمله لو شعره مش كويس كنوعية وبيتعبوا محتاج كريم محتاج جل الولد انه يحلق شعره مش يحلقوا زيره لانه زيره دي بتأثر على الجلد لانه مش الموس على الجلد مش حلوه لكن يحلقوا صنطي واحد يعني بتسميه تريمينج فالله هو خشن شوية مثلا بزبط يقصروا بس يقصروا اللي انا عايز اقوله الاحمد بالذات او اي شاب سنه صغير 18-20 سنة كل استعمال الجل والكريم والسبريز على الشعر بدري لو انت عندك اي صلع وراسي ممكن يظهر بعد ال 35 ممكن انت تجيبه بيدك في ال 25 دي اشارة تنبيه لولادنا بالجل على الظبط بزبط 35 سنة يلاقي نفسه اه اذا الاشارة الجينية موجودة ممكن هو يجيبها كمان بدري عن اللي مفروض تيجي فيه لو فيه وراسة في العيلة بزبط تمام عندنا سمر اه بتقول انا سبغى شعري بقالي سنة وشعري بينزل بكمية كبيرة جدا مش حالف اعمل ايه وغسيل الشعر كل يوم بسبب تساقط ولا لا ارجوك وردوا علي اه ده ده سؤال حلول ناس كتير عندها فكرة انه اخسل الشعر كتير يبقى بحافظ على نظافته لكن عايزين نقول لهم انه حكمة ربنا انه الشعر يبقى فيه رتوبة ذاتية ومواد دهنية كافية انه يتعامل ويتعايش مع الجو الخارجي فما ينفعش ان انا اخسل بالشامبو كل يوم الغسيل بالشامبو بنقول من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع حسب نوع الشعر ويفضل مرتين في الاسبوع صيف وشتا مش صيف بس اكتر والشتا والشتا مكترش لانا عايز اتعامل انه الشعر يبقى نظيف ومتوازن استعمل الشامبو المناسب ما بقاش خايفة منه الشامبو المناسب يعني ما استعملش الشامبو فيه كريمات للفروط الراس الدهنية ولا استعمل شامبو بينشف الجلد للبشرة الجافة او للفروط الراس الجافة استعمل شامبو متوازن مرتين بس في الاسبوع واحسن حاجة دايما بنصح بها الناس ما تستعملش شامبو مركز على فروط الراس خفوا بمية قبل ما تستعملوا تمام هنطلع لفاصل بسيط ونرجع نوصل لحوارنا واسئلتك على الفيسبوك وعلى التلفونات مع دكتورة رانيا مهر ورجعنا بعد الفاصل نوصل حوارنا مع الدكتورة رانيا مهر عن امراض الجلد والشعر ومسانين تلفوناتكو واسئلتكو على الفيسبوك من الاسئلة على الفيسبوك دعاء جويش بتقول بنتي عندها 4 سنين شعرها حلو قوي وبفروض دايما لكن بيبقى هايش يتعمل له ايه السؤال ده مهم عشان الشعر بتاع الاطفال ما نتعملش معاه بأي منتج غير ما نعرف نوعيته لانه زي ما بنقول عايزين نحافظ دايما على طبيعة المصنع بتاع الشعرية لكن اللي انا عنصح بيه انه البنت الشعرها مبلول ممكن تحط نقطة واحدة من الزيوت اللي هي بتصق فيها احسن حاجة زيت الزتون وتتصرح الشعر ما تجيبش الزيت على فروط الراس خالص على الشعرية بس معلومة بالأكد علي المراد يعرف فكرة حاجة بتأكدي دايما ما نجيش عند فروط الراس كتير طيب عندنا اي محمد كمان بتقول علاج سؤوت الشعر وخفته اثناء الحمل وبعده الشعر اثناء الحمل ده قصة تانية لانه الجسم كله بيتأثر مش بس الشعر لكن الشعر مع الهرمونات الانسوية بتاعت الحمل بيحصل له حاجة غريبة جدا انه بيبتدي كله يتوقف عن النمو ويبتدي كله يوجه طاقة الجسم كله للبيبي بس فالشعر بيتوقف عن النمو ففي الغالب انه هو بيبقى موجود ومتواجد وغزرته كويسة بعد ما بتعدي ثلاث شهور من الولادة يبتدي الشعر كله يقوى عمر واحدة ما تتخدش بقى وتتعب نفسيين فيزيد وقوة جميل هو الثلاث شهور احنا بنقع عارفين بعد ما الولادة ثلاث شهور نحسبهم عارفين انه في موجة من تغيير الشعر طب في حاجة تعملها بقى معينة ممكن قص الشعر عشان بساعات يقولوا انه ما ياخدش من غزة البيبي المهم هي قص الشعر مثل المصنع هيرجع يطوله تاني هو نفس الجسم فيه الميكانزم الطبيعي بتاعه انه بيوجه غزة الطفل 80% من غزة الطفل رايح للطفل وكل المغزيات اللي في جسمها رايحة في طبيعتها هي بقى تقصه ولا بقى ده ما يفرش خالص لا هي تقصه قبل الثلاث شهور اللي هيقع فيها عشان تبقى عارف انه في موجة تجدد في الشعر حلو حكات المصنع دايما تقولي تعبير جميل قوي المصنع هيطلع تاني ايه احسن حاجة لترتيب الواجهة دكتورة شوفي هي فكرة الترتيب الواجهة دي مهمة جدا سواء البشرة مع اكتر الكريمات اللي في بيوتنا سواء البشرة دهنية او جافة او متوازنة لازم ترتيب لانه ان انا اعزلها عن المحيط الخارجي واديها رطبتها الكافية ده مهم جدا مش جافة بس جافة او دهنية جافة او متوازنة او دهنية مهم ان انا اعرف اتعامل مع البشرة البشرة الجافة بالزات في الشتاء بيجي ان بقى شكوتنا كتير من الجو البارد من المياساعة مستعملش مياساعة على البشرة ساعة ساعة مستعملش على البشرة ولا سخنة اوي ولا سخنة اوي ده لأي بشرة ان انا احط الكريم بتاعي وابتدي احرك بشرتي عشان اطمن ان انا حطيت كل المواد المرتبة عليها زائد ان انا بحرك شوية الدورة دموية فيها ده كافي انه البشرة تحافظ على نفسها فان انا اعزلها عن زي ما بيقولوا المؤسرات الخارجية مدام تكلمنا على الوش يبقى الشفايف او مشكلة العالم مشكلة الناس كلها مشكلة الشفايف احيي اه في حاجتين بيتنسوا في الوش الشفايف والرقبة دايما الناس نسيهم المعين المنطقتين دول مفهمش الغدد الدهنية اللي بترطبهم فلازم اهتم بيهم دايما بانصح بين الناس خاصة في مصر والدول العربية لما نقول بناكل حاجات فيها ملح كتير لمون كتير او حاجات حرقة لازم احط حاجة تعزل الشفايف قبل الاكل ده خاص بالاكل انه الشفايف نشفة طول الوقت ده مهم جدا في الشتاء ان انا ارطب على طول وارطب استعمل حاجة تقيلة شوية استعمل حاجة شمعية شوية عشان تفضل محتفظة بالسطح ده طول اليوم الحقيقة الكوكونات اويل بيقولوا انه من احسن حاجات اه زيت الجز هند كويس بس لازلت بقول احنا مش عايزين فورمة الزيوت ولا عايزين فورمة الكريمات احنا عايزين فورمة تشبه الواكس تشبه البرافين تشبه البازلين الفورمة الاتقل شوية اللي ما يقدرش الجو ينشفها بسرعة تمام عندنا تلفونات كتير قوي عندنا رباب السلام عليكم ازيك يا مده مون ازيك يا رباب مساء الخير الحمد لله كويس انا معجبة اول زرنام بتاعك ده ربني مارك فيك يا رب ومعاك الدكتور راني يتجاوب على سؤالك لو عندك سؤال اوه عند سؤال فضالي حاوتي السلام عليك يا دكتور عليك السلام ازيك يا رباب انا الله سلام فضالي وبيطلع لك حبوبه اوه سنك قد اي رباب انا 26 تستعملي مكياج ولا لا لا اوكي لو كنتم تابعنا من الاول كالدكتورة بتتكلم عن حد بيسألها عن ليزر وكده وجاوبت بس لحبتي اه احنا النهار ده دلوقتي هزود نقطة انه اللي بيستعمل المكياج وهو بشرته دهنية بيبقى بيزود حملة على البشرة انه هي افرزها كتير وهو بيكتم المسام اكتر فالحالة دي لازم اقول له نظف كتير قوي شيل المكياج كويس استعمل السكراب او المقشرات اللي شوية فيها نوع من انواع الميكانيكل ابريجن استعملها مرة في الاسبوع عشان تشيل الجلد الميت وتشيل اللي انت حطيته بايدك في المكياج في المسام والحالة او المنظفات اللي شوية اتفاقى بالسكراب اه بيسموها سكراب اه بيسموها سكرب اه اه نستعملها مرة في الاسبوع مش لازم نستعملها بقصوة ممكن بمجرد ان انا احركها على الجلد يشيل الجلد الميت تمام معانا امال على التليفون سلام عليكم اهلا وسهلا اهلا مساء الخير يا مدام وانا مساء النور يا امال اتفضل الدكتور الحمد لله تمام تكلم الدكتورة من فضلك ما هي معاك الدكتورة راني يا حبيبتي دكتورة مساء الخير مساء النور زكي امال انا عندي بنت عندها 12 سنة من سنة ونص اتعرضت للجتمس في المصيف ولون بشرتها كان فاتح الاول وبدأ يغمق يعني كل وقت يغمق اكتر فانا مش عارفة ايه خدت اللون ده بقى مش هيفتح جلدها تاني ولا ده ايه ممكن هي علاج واروحني مين لدكتورة جلدية ولا ايه لا يا مهي دكتورة راني يا دكتورة جلدية وحترد عليكي وبتقولك ان شاء الله يعني فيه بشرة هيفتح جلدها ان شاء الله شكرا مدام امال نرد على سؤال مدام امال هي بنتها 12 سنة اولا انا ما انصحش للاطفال قبل سنة الخمستاشر ان احنا نتعرض للشمس من غير واق الشمس ده يعني اضعف الايمان زي ما بيقول واق الشمس مهم جدا فيه بشرة اللي بنسميها البشرة الخمرية عندها استعداد تعمل لون حتى مع واق الشمس اللي بنقوله انه اذا استعملنا واق الشمس من هنا ورايح في عمرها 12 سنة هيرجع لونها للون الطبيعي بس ما توقعش انه هيرجع على طول لازم امستمر في ان اعزل الجلد عن الشمس واني ارطبه كويس قوي عشان يرجع لطبيعته ولا علاج لوقع العلاج انا بنصح حاجة شوية يعني خارج النطاق انه مش عايزة علاج هي عايزة ازاي ما بيقوله سكان كير او منظومة للعناية بالبشرة في البيت انها تستعمل النوع انواع الليفة المغربية حلوة قوي للجلد تشيل الجلد الميت ترجع لي الجلد اللون الحقيقي اللي انا عرفها للبشرة مش قوي على الوش مش على الوش احنا بنتكلم على الجسم على الوش ما بنجيبش غير السكراب اللي احنا قولنا عليه من شوية بالضبط لانه الوش عمتا ما بتعملش معاه بليفة طبعا ده دي القعدة انا بس عشان سؤالك اه دي القعدة لو بنتكلم على الجسم ببقى بنتكلم على حاجة زي الليفة المغربية وترطيب متواصل وطبعا سانسكرين مع المصيف الجاي او واق شمس بالضبط ده بردو عايزة اللي اداخلين على مصيف الاجازة ما يعملوش كده في السن من الصغر من الصغر لحد خمستاشر سنة او حشوقت البشرة تتغير فيه تمام معانا بوسينة على التليفون مساء الخير بوسينة بوسينة سلام عليكم حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله انت بوسينة اه ممكن يا دكتور اكلم دكتورة معاك دكتورة رانيا مش يا دكتور انا عندي دلوقتي مشكلتين جلد افتع شعري بيبقى فيه قشرة ومجل حبك القشرة دي بلاقي فيها زي تحولت يعني جلد اتعور بقى فيه دم وشعري دكتور تاني حاجة ناشف قوي مهما حطط له زيوت برضه بيبقى حسنا ناشف وهيش كده على طول اوكي بوسينة ما تقلقيش صوتك خايف ليه؟ او دكتورة والله بجده مش عاسة عمله ايه لا ألف سلام عليك دكتورة هترد عليكي حالا يا بوسينة فسؤال بوسينة بنرجع لنقطة مهمة جدا هي بتستعمل زيوت عشان شعرها ناشف بتستعمل الزيوت اكتر للشعر بس هو اللي بيتأذي في الحالة دي جلد الراس بتعمل قشرة والقشرة بتعمل التهاب تحتها وبنبتدي ندخل فيه انه هشوف جلد مش صحي تماما ده اللي بيعمل التهاب ده اللي بيجيب الدم اللي بتقول عليه الزبط فلازم نعالج القشرة ولازم نقول بعيد عن جلدة الراس استعمل اي مرتبات للشعر بعيد عن جلدة الراس منأكد برضو تاني نفس المعلومة بالضبط دلوقتي معنا فاتن هاتلفون مساء الخير فاتن اعتقد سبناها شو ايوم مساء الخير يا فاتن مساء الخير يا أستاذ مونة اهلا مساء النور اتفضل الحمد لله حمد اكلم الدكتورة لفسمحك معاك يا دكتورة رانيا مهرب شكرا مساء الخير يا دكتور مساء النور تفضلي يا فاتن لا صحيح انا عاني في 45 سنة وكنت عملت عملية صراحة من 5 شهور بس بعدها صعري بقى بيقع بطريقة غير طبيعية وطبعا كان قابلي عمي عمل العملية كان بيجيني نزيف كتير وعملي نسبة أنيميا عالية هل ارتباط وقوعه صحيح مرتبط بالعملية والذي بالانيميا ولا ايه بس نتفكر قوي تفضلي مرسي شكرا السؤال فاتن مرتبط بفكرة اللي احنا قلناها من شوية انه الجسم لما بيدخل في حدث كبير بعد 3 شهور من الحدث ده كل الشعر بيقع فهي الحدث الكبير كان عندها العملية يعني مشاركة الولادة والحمل والحمل بذب ما هو الولادة جزء من الاحداث اللي بتحصل للجسم بيبتدي حطها ريكورد انا كان يوم كذا عندي مشكلة زي ايه كمان بقى قبل من كلم العدوى اللي بتيجي تضطر ان انا اخد مضاد حياوي الفترة طويلة زي ما بيقول عمليات العزام عمليات الكبيرة زي عملية مثلا استقصال الرحم كل حاجة بيدخل فيها الجسم سخونة طولت شوية فهي دخلت في عملية وكانت قبل العملية عندها نزيف وده بينقول دخلها في أنيميا فلازم تزبط الحديد في جسمها تقيس الحديد مش الأنيميا تقيس الحديد مش صورة الدم وتزبط الحديد بتاع جسمها زائد ان هي تبقى عارفة انه اللي بيقعد الوقت هيرجع تاني لو الجسم صحته تحسنت يعني نحسنت بس الصحة ان شاء الله وما نتخدش خالص حادثك عايزين نصايح بقى أخيرة اه احنا هنقول للناس النصيحة بتاعت الشتاء الشائعة مشكلة الشتاء انه بينشف البشرة البشرة بتبقى جافة نستعمل لها ترتيب متواصل ترتيب ده ممكن ييجي في صورة صابون مش قاسي قوي على البشرة نستعمل الكريمات أثناء النهار وأثناء النوم لو بنقول بشرة دهنية رتبها ولا مرتبهاش بشرة دهنية برضو محتاجة ترتيب بس محتاجة ان انا اتعامل معها بمنظف مناسب اعمل لها تأشير مرة في الاسبوع تأشير اللي احنا بنحكي عليه في البيت انه يكون بس بيه السكراب وما يبقاش بمواد كيميائية غير باستشارة الطبيب لأنه التأشير في البيت لما انا اقرر هستعمل حاجة على بشريتي وانا مش متأكد من رد فعل البشرة عليها ممكن يودينا فيه مشاكل كبيرة للبشرة بالزبط 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 فانا عايزة اعرف لحد امتى هفدل مستمرة عن ما ينوكسديل دوت وانا اريدت من المشروع بتاعته ان انا لو اقفته هيرجع الشعر يوقع ثاني بعد اربع شهور تقريبا من وقوفه فعايزة اعرف دي حقيقة ولا لا والسؤال الثاني إذا بتشارب الليزر بيروح خالص بعد اخر الجلسة ما بيرجعش تيني ولا بيرجع تيني عشان انا في اول جلسة دلوقتي اكي ما بيشيلش الشعر يعني الليزر في مكان ايه وبتقول بيشتغل على الجدور جوا يعني نتكلم على الوجه ولا مش على الوجه او على الوجه ام نجاوب على السؤالها اول حاجة هي بتكلم على الشعر مع الحمل احنا قلنا ان بعد الحمل بتاعت شهور الشعر هيقع كله الدكتور ادها منوكسيديل هو مادة كويسة عشان تحفز المصنع تطلع لي مجموعة جديدة من الشعر لما نيجي نوقف الموكسيديل ما نوقفهوش مرة واحدة نوقفه بالتدريج ونفضل نستعمله مرة في الاسبوع عشان نحافظ على النتائج اللي انا عايزة اسأله لها هل شعرها قبل الولادة كان كويس ولا قبل الحمل تماما كان كويس ولا هي هترجع لنفس الصورة دي لو قفت الموكسيديل انتي معانا ريسة يشيرين ولا هبتهي لقفت الفكرة ان هو مش حكاية انه الشعر هيقع الشعر اللي موجود النهاردة جزء منه هيقع لكن هنرجع للصورة الحقيقية للشعر لو هي كان كويس الشعر معاها قبل الحمل خالص توقف الموكسيديل بالتدريج زي ما قولنا لو كان اقل من اللي هي عايزة قبل الحمل يبقى تكمل على الموكسيديل ولو حتى مرة واحدة في الاسبوع تماما في اي نصيح تاني تحب تنصحينا بها؟ النصيحة الاساسية في الشتاء انه بشرة الاطفال ما نخسلهاش كتير لانه الناس عندها مشكلة تخسل الاطفال ايديها كتير بيحصل جفاف بيحصل اجزمة على سطح الجلد عايزين نقول الترتيب والحفاظ على بشرة تقدر تعزل نفسها عن الموحيط الخارجي اهم بكتير من التنظيف الزيت ادونا وقت كمان ومعانا اربع دقائق يعني عندنا نسمة على الفيسبوك نسمة يوسري بتقول انا عندي حتة في اول شعري خفيفة مش عارفة ليه هو انا عصبية وشعري جاف ومقصف والشعر من تحت كده مقصومة اتنين هل الشامبول وبلسم ليه ضرر على الشعر وهو الاحسن الكريم ولا الزيت اعمل ايه؟ هنرجع نقول تاني هل للوقت شعرها دهني ولا مش دهني شعرها جاف ولا مش جاف اللي عايزين نقوله في حالة اصف اتنين دي تلف هي اصلا الشعرها دي برودكت منتج مش حي فاذا تقصف ما بيرجعش يزبط نفسه تاني قلنا انه ده منتج طالع من مصنع عايزة حافظ عليه اللي همني في سؤالها انه هي عندها الجزء القداماني من الراس فاضي ايه وده لو قلنا في فعلتها صلع وراسي لازم نعالج عشان المنطقة دي ترجع شعر فيها كويس لكن الشعرها التلفة نتقطت قص ونخلص منها لان مش هترجع تصلح نفسه تاني تمام لكن هي بتقول انا عصبية يعني يعني العصبية الشخص العصب لازم يبقى عارف انه بيخسر حاجات كتيرة مش بس شعر بيأثر فعلا لكم شعر والجلد والتجعيد وكل حاجة بيأثر فعلا لكم طبعا طبعا تمام بيرو البابلي بتقول انا عندي مدمونة عندي حساسية من الشمس اول ما اتعرض للشمس عندي اكزيما الشمس في حاجة اسمها كده مفيش علاج نهائي للحبوب دي ارجوكوا ردوا علي عشان ما بنزلش الصبح خالص هو سؤالها حلو بس في بلد زي مصر الشمس موجودة طول السنة وموجودة بشكل كويس طول السنة هقول لها استعملي واقي من الشمس يكون في حاجة اسمها فيزيكال فيزيكال يعني فيه جزيئات بتعزل البشة عن الشمس ده لازم تستعمله بشكل منتظم ويفضل ان هي تستعمله لو نوية حتى تخرج والشمس موجودة مش بس تكون ساطعين تمام بوسي بوسي بتقول مساء خير بجد انا بحبكوا قوي وعاوز اسأله انا علي انا شعري بيتسقط جدا وبستعمل حاجات كتير وما فيش فايدة وبستعمل حمامات كريم انواع غالية ومعروفة وشعري بيتسقط جدا وسؤالي التاني بشرتي بيكون زي بتقشر مش جلد بيتع لكن بيكون زي قشر لو سمحتي تسلم عليك وبتسألك السؤال ده مرسي رجعنا نقول لو فيه في البشرة تأشير لازم ارجع اعمل حاجة زي سكروب عشان اتخلص من الجلد الميت وارطب عشان الاشرة دي ما تبقاش زهرة وما تبقاش مدايقاني فحاكتين مع بعض انا اتخلص من الجلد الميت وارطب اذا بتتكلم على الاشرة بتاعت شعرها ولا بتاعت وشرة الاشرة اه مش عريب يتسقط جدا اه احنا قلنا البنات البنات لما بتسأل على البشرة اشرة البشرة اه اشرة البشرة زي ما قلنا ترطيب على طول ومنظف مناسب وممكن تعمل سكروب مرة في الاسبوع لكن اذا سقوط الشعر في البنات لازم اقول فيه رجيمات ولا ما فيش رجيمات اه بناكل اكل متوازن ولا لأ صحتنا اخبارها ايه بالذات في البنات لاني عندي كل حاجة في البنات عندي الدورة الشهرية وعندي اكل مش متوازن وعندي رجيم طول الوقت ما بتشربش مايا كويس كل ده لازم يتضبط عشان الشعر يتضبط نورتين دكتورة رانيا بشكرك جدا شكرا لدكتورة رانيا استاذ الجلدية وعدو الاكاديمية العالمية للتجميل وبعد الفاصل ستات معرفوش يتبخوا معانا مفيدة ونوها من القاهرة هتعمل حمام مشوي ورز بالخلطة فضاني معانا اهلا بكل مشاهدينا مرة تانية وفاقد ستات معرفوش يتبخوا معانا صديقتنا نوها ومنورانا النهاردة ونوها هتعملنا حمام مشوي مع رز صح كبا؟ صح كبا؟ نوها يعني اهلا بيك وانتي بتحقق ومنية مفيدة بقى لها سبع شهور بتقول شيف محمود عايزين نتعلم حمام مشوي ومرة جاية تيدي اعملنا حمام مشوي بقى خلاص نانا ان شاء الله تنورينا ان شاء الله وتقوليني الاول مقادير وبعدين الكلمة المقادير عندنا النهاردة حمام بلدي اوكي زيت زتون زعتر بصل مبشور منبشور في الكبة وعصير للمون مادر مثلا نص كباية وملح وفلفل ومعلقتين سكر كبار ومعلقتين خل كبيرة ومعلقتين كاتشب ودي مقادير في مقادير بقى للروز تاني كبايتين رز وكبد وقوانص حسب الاحتياج ممكن ربع كيلو مثلا وكبايتين شربة وبهرات ومكسرات ومعلقتين قرفة ومعلقتين؟ معلقتين قرفة تمام المكسرات اي مكسرات عميلة تحبيني نشتغل ايه الاول؟ اول حاجة بنعمل تدبيلة بتاعت الحمام يلا اجيب لك ايه ولا عملك اسعدك ازاي؟ اول حاجة مين اعلمك بقى تعملي الحمام ده؟ تعالي بقى هنا مكاني وانا معك ماما حاجات الامهات الحلوة بنجيب الحمام هو طبعا بيبقى بنجيبه ومش مفتوح بنفتحه الندخش اه بتنظف فيه اه بتنظف طبعا ومتنظف وكل حاجة وبندوس عليه ها عشان نكسر العظم اللي فيه اه يعني كده اه عشان التدبيلة تدخل جوه اه كاتشب ممكن لو ما فيش كاتشب ممكن انه هتصلت للتماطب او تماطب بندربع في الخلط عادي برضا اه عادي وده اللمون اه وده البصل بصل اجيب لك اي معلقة صغيرة بس معلقة صغيرة احسن لك اي تبا يتعملي معايه انت بيتجاوزة انوها؟ لا طب اي اخبار ابن الناس ايه؟ ما هي مواصفاتك ونواصفاتك لابن الناس ابن الناس في عينيك يعني ايه ابن الناس؟ ابن الناس يعني انسان محترم محترم يعني ايه بطر؟ متربي انسان او متربي على دين على خلق بيعرف يقدر ها هتعمل ايه ده بتتبلي؟ حطتي التوابل واللمور ملح ملح ايوة وحتحطي زيت عليه؟ لا طيب ممكن او الزيت الزيت معلش صح؟ ده مفيدة حفزة مفيدة حفزة شرف محمود وفيه هنا دي كنت سر ايه توابل فيه توابل دي توابل باربيكيو ممكن لو انتي بس انا بتحبيها في البيت مش رشاطة سنة بس خطي بقيد ما ايلاعي بس الختم انا هقلعان اه ايه زي ما انا بتعاملي تعاملي كنينة في المبار وممكن تلبسي جمانتي لو عايز ترحقين بعد ايه خلاص ماشي يعني عشان صح اكتر ان احنا بتخلي الحمام في التدبيلة اكتر وقت ممكن ممكن يبات مسلا من بليل من الصبح مسلا من الصبح اوه بس احنا عشان ديوتي بنعمله عايزين نوري زي تدبيلة فبتبقى اوه كده مسلا ونحطه على الجليل ناخر خطي بقى على الجليل ونحطه على الجليل الاول على العظم ايه؟ الاول حاجة على العظم كلام لشان العظم بيستحمل الحرارة اكتر ويخلي الحمام ايه يسبري أكثر كمان أحسيب لك دي ده سهل قوي بقضاء بسيط جدا أنا محامية تقرجة بقالي مثلاً 30 دولوقت ما شاء الله طب أنا هقفلك ده كده ده أجيب لك كلينكس أحسن ماشي أكيد أنت صوتك واطي كده زي أنت هتقفي قدام القضاء وتترفعي زي يعني هتشتغلي بيت قصصي فيه أنا اتدربت شوية وكده بس ده يعني هو هاي نعمل الرز الرز بقا أنا مسخنالك دي هنحط إيه؟ السكر السكر الأول رز بالخلطة بقى بصراحة أنا معرفوش لا بتعمل كمان بدا رز رز عليه سكر وعشان اللون الكرام اللي بتاع السكر هو بيجي خلينا إيه؟ حطيتي إيه في الحل نوها؟ محطتش أي حاجة خاصة السكر بتبدأ إيه ليه 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 عشان يبقى بني؟ عشان يدي لون الكرامل أنا في حاجة تانية اللي أنا عارفها ممكن يبقى البصلة البصلة دي رز السكر مش هاتدي اللون رز السكر اه رز السكر اه اوكي ده بالخلطة امم طيب اوكي فهمتك أنا ولحت لك النور متقليش اوكي بس نخلي بالنا بال إن السكر بيتحرق بسرعة تمام بيبقى جنبك ودين ديفة كمان اوكي أقلبلك؟ لا لسه لسه لما يضوب شوية شغلتي في الخيارة مقلبة ايه مقلب ده؟ بتعلمتي يا مفيدة اه اه والله ياه ودوقت هتدقيع بل ما نقلوا الوش التاني لأ شوية شوية كده انا معنا كمان هنحس بالريحة والتربيلة دي سيديها عصيب التربيلة دي اه من خطها تاني نحط شوية ممكن لو لقتيني شف شوية اه ساعات اي حاجة بتيجي تشوي على الجلب تاني شف شوية اه او محطة منا خليها احطيها اه اوكي ما ترميش حاجة يا لينا يا لينا يا لينا طيب احنا دات ايه مستانيين السكر يتزبط السكر بيدو بس يبقى جنبك الشربة دي شربة لحمة اه اه او شربة فريخ لو عنديك بس عمتا وعشان كبد وكده ممكن تبقى شربة لحمة احسن اه او لو مفيش شربة خلاص ممكن مرأة طيب ارعيسك سؤال انت صغر سنك ده يعني خليني ممكن نعمل هامبرجر ممكن نعمل خبار ممكن نعمل خبار ممكن ندخلك حاجات طيب ايه اللي علمك الاكل كليل بالحرافية دي او بالشطارة دي هي هوية على فكرة حب الاول ما كنتش فدماجيك قادسة الموضعة ده اه انت بتحبي بتحبي تتعلمي اه بقيت انت عمتا بتقفل المطبخ وتلاقي نفسك تعملي حاجة وتطلع حلوة بعد كده بتلاقي نفسك بتحبي تقفل المطبخ على طول طيب الحقي السكر بقى وانت كده اول ما يسيح على طول بعدي بقى هبعد تمام تعليمي مونة مش هايستعلمي اه بتعلم مونة كده احنا محطناش دسم خالص يعني مفيش اي زيوت تحطينا البهارات اهو شوية حبت زيت زيتون حبت زيت اغا الله بس لا دي بهارات معها قرفة اه اه لس لا ايه البهارات دي مخصوص موعدات دي جديدة اشاف ايه البهارات دي يعني مخصوص بتبقى لحمة ممكن لو ممكن جسط طيب ممكن ايه بهارات بهارات العادية اللي هي بتتجاب من عند العطار مجموعات بهارات اهو وارفة مثلا مقدر مثلا مع علاقتين ارفة تمام مش كتير مع علاقتين ارفة نا اوكي بطعمه حلو بتتميزه برضو عن رزة باشا بس هو انا اه عندي احساس انه ممكن اشرب الموضوع ده حلو طب انتي حطيتي شربة قدي دي دي الوقت يعني حبه صغيرين حطت حبه صغيرين بس وبحط تاني بس انا بالحق ايه السكر اللي حسنتحرق مني خالص اه بالزبع وبحط الروز عمت انا بحط الشربة كلها في الاول بحط الروز وبشوف لحسن يكون اكتر لان انا عايزة بس يدوب بس يعني يغطي الروز تمام مش بالمقدار ولا حاجة كوباية كوباية شربة دون مثلا كوبايتين روز اللي عندي اه ممكن كوبايتين شربة طب نوع هقلب اه طب استاني ودي كبة دي احنا مشوحينها على النار بتوم وكموم وبصل او كده كده صح اه اه او صح صح باخد جزء منها مشوحها ايه على النار مشوحها في بصل بصلا بحط بصل في زيت اه او زبدة واتب اي حاجة اه وبقطعها حتة صغيرة اه وبشوحها في بتوم وكموم الكبد والكلاوي اه الكبد وبشوحها وباخد جزء منها بحطه في مع الروز مع الروز احنا لسه ما حط ناشر طب لو هي مسلوقة لسه لو مسلوقة مش بتشوحها في بصل اي حاجة تنفع ممكن اه ممكن اه ممكن تبحط نوها انت دلوقتي قلتيني انا ممكن استعمل ده هم الباقي ده ممكن احطه على دلوقتي مش دلوقتي لما تنشف سنة كمان لما تحتاج يعني يعني لما تحتاج مش مش احطه كده مع نفسي يعني لا طيب بحط الرز اوكي الرز مخصول بس او مخصول بس حلو ده ممكن انقعه شوية عشان خطر رزاي تفتح والشور ممضبطين تماما يعني مش حتى حاجة وعندنا اه مكسرات اي مكسرات في البيت ما تتقيديش باي حاجة ممكن يكون لوز اه بطيها مع التسوية ايه مع التسوية مش مش اه ممكن شوية وفي الاخر انا عمت انا بتخلي حبة كبد مسلا او حبة مكسرات للاخر تحطيهم على الوش في التقديم وحمارهم اه ممكن حمارهم يسننا شوية اذا يبقى انا اول مرة عشان انا اول مرة اعمل نعمل رز بالخلطة اه احنا بنجيب السكر مع علقتين السكر ايه في الاول ونحط عليه نسيحه وبعدين نحط حبة شربة عليهم وبعدين القرفة القرفة والبهارات اللي عندي اه والزيت مع بعضه وزيت اه وبعدين نحط الاوانس اه والكبد ياخدوا غلوة الاوانس والكبد وبعدين اهم خطى الرز مصبوط كده ام ام والشربة في الاخر بس ونكسرات وملح وفلفل واحنا حطينا ملح بقى نحطي وخلاص عشان اه يبقى موازن مع السكر يعني ما يديش طعم الحلوة قوي ولا ولا وحي يعني ولا مسكر قوي ولا حدق قوي مظلوط بس ياخد غلوة مثلا تسببوا علي ياخد يغلي اه باي اي رز عادي بقى بطوط سعلي سهل قوي سهل جدا جدا لا ياخد بقى وقت قدي عشان انا عندي مشكلة مع الاحساس ان امت وفين وازاي انا لسه معتقنتش حتة حنشم ريحة الشاوي ما هنشم ريحته حلو قوي بس الشكل هو اللي مش مطمني يعني انا شام ريحته ان فيه شاوي ان هو بيستوي بس لسه لسه العظم وكسه قوليه لي بقى لسه 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 خالص لسه لسه ممكن اعليه شاوي اهي ده ماكس خلاص اوك ممكن كده نسيبها اه يعني تاخد وقت قدقيا نوها يعني مثلا حوالي ربع ساعة ربع ساعة اه طيب اسمحونا بقى عبال ما احنا هنتشوي طلعيننا بقى الجزر اللي عندنا ما احنا هنتشوي ده شكل نهائي لحاجة ساعة حاجة ساعة حاجة ساعة ده النهاردة الله والريحة كمان اللي عشاوية طلت يزهر جميلة جدا يبقى بعد ما يخلص اعتقد انها واجبة مختلفة وجديدة انا احبى الفكرة طب ده التطخم دي جدا 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 عشان مكسرات طب حنا خلنا ماشوي دي رز بالخلطة اكبر خلطة تعملية في حياتك لا ممكن حاجة ممكن حاجة قول ممكن بدل مسلا اول ما هنعمولها كلها بزيت زتون اه اه ممكن بس الوقت على ده الاول اه استاني اوطي اول رزة عايزة توطي عليه اه 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 اوطينا علي اه اوطي حاجة كده صح اه فهي بس عايزة اه بزيت زتون اوكي ممكن المكسرات تعمليها نية المكسرات نية مبتتخمش اه لوز مثلا اه بس بحساب يعني ما تحطي حلبة شربة كمان بس غيرين ايه رايك حطي شربة شوية كمان شوية سنة سنة صغيرة بس هشمخر فيك اه عشان بس الناس اه عشان بس خطري بس بس هي المفروض تغطي الرز بس هتوطي كمان عشان ما يعجنسوا خلاصة كده هيعجب لا مش هيعجم مش هيعجم لسه برضو زي ما هو بتعرف تعمل ايه تاني اه انا بقى فهمت يا بتاكل كل حاجة ايه بقى ايه 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 اكتر طبق ما يباشر انا بقلف كمان يعني بقعد اقلف في البيت كده مع نفسي بعمل مثلا رز البسماتي بعمل منه بال بعمله زي مثلا وبعمل مكروناتر بشعمل بسطورت بسطة في الجبنة وبسطة في الكريمة اي حاجة ايه يعني انا عملا دايش الاكل اللي هو ايه الدسم لأ مش هو الاكل المصري قوي اللي هو مثل دي حاجات دي اه متعلمها اوكي كل حاجة حاجات ايطالية او حاجات ايطالية حاجات كده بس طب بالمارة الجاية هتوعدين هتعملين ايه بقى نوها واضح انك انت شطرة الريحة روعة بتاعت الحمام ورز بالخلطة ايه با كده ينش هتعتقد اه لأ ما تحط ديه والله المفيدة تحبوا ده بعمل هولا اطلبي يا مفيدة واموري يا مفيدة والله انا نفسي اكل رؤاء رؤاء اه بقى انا فترة طويلة وانا ما معرفش اعمل الرؤاء انا بقى فعمل الرؤاء فممكن ان انا ملحمة مفروغة نوها مرة تانية على وعدة تعملينا الرؤاء بالجبنة واحسنتي واحسنتي تسلم ايدك نورتينا تسلم ايدك يا مفيدة وشكرا من بكرة وحلقة جديدة وستات مايعرفوش يكتبون اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة